في نقطتين مهمتين أنا لازم أقولهم للتاريخ إحنا كنا نعارض لقيادة المنظمة بعد اتفاق أسلو وكنا مختلفين ياسر عرفات لما دخل شارون إلى المسجد الأقصى ونتيجة المماطلات الإسرائيلية المتواصلة والمتكررة أدرك الخطأ في اتفاق أسلو وأنا قال لي شيء سأقوله للتاريخ مرة كنا لوحدنا جالسين وقال لي كان محاصر طبعا من إسرائيل قال لي أنا أدرك الآن أنه اتفاق أسلو كان فخ نصب لنا نصب لقيادة منظمة التاريخ قال كلمة فخ مساء الخير وحياكم الله في بدون ورق اليوم ضيفنا هو الدكتور مصطفى البرغوثي من خلال وجود الضيف في بدون ورق حاولنا قدر المستطاع أن نفهم السياقات التاريخية والسياسية للقضية الفلسطينية يعني حلن نسمع بفتحه منظمة التحرير وحماس والمبادرة الفلسطينية لكن ما نعرف هذه الفصائل شنو دورها علاقتهم وبعض وهل في خلاف وشنو عمق هذا الخلاف وكيف يؤثر على القضية ككل أيضا الاتفاقات التي حصلت عبر الزمن مثل كام ديفيد واتفاق أسلو وكيف انتقلت منظمة فتح من والمنظمة التحرير من الكفاح المسلح إلى الحل الدبلوماسي السلمي اليوم ناقشنا أيضا الكثير من الحلول المطروحة مثلا حل الدولة وحل الدولتين وأيضا العلاقة الفلسطينية الإسرائيلية والعلاقة الإسرائيلية الأمريكية من زاوية يديدة لذلك أتمنى لكم متابعة ممتعة معكم فيصل العقل وهذا بدون ورق اياك الله دكتور كم مدة لكم مدة بتعملوا هذا البرنامج؟ أربعة سنين الحين أربعة سنين الحمد لله الحلقة الأخيرة تنزل إن شاء الله بكرة مع الدكتور غسان بو ستة فعندنا في الفترة الأخيرة كون نحن في المنطقة الخليجية مهم بالنسبة لنا أن نغطي القضية الفلسطينية كون أحد أهداف هذه المنصة أن نهتم في القضايا العربية ومنها طبعا وأساسية القضية الفلسطينية فنحاول نغطيها بكل جوانبها ونتكلم معنا أشخاص متخصصين في هذا الآن تمام أنتم من أكثر البودكاست المسموعة في البليج الحمد لله براو الحمد لله بداية نحياك الله دكتور الله يحييك أهلا وأنا شفت بالفترة الأخيرة عندك لقاءات كثيرة على توك تيفي مع بيرز مورغين ومع بعض أهل القناة في الأخص واضح أنت طبعا دكتور واضح من نسبة لك ولنا إحنا توجه هذه القناة مع ذلك في إصرار منك أن أنت تظهر في هذه القناة رغم كل ردود الفعل من قبل القائمين على القناة فأنا ودي أسمع منك رغم اللي شفناها إحنا ورغم التوجه العام للقناة أنت أيضا حضورك موجود ما هو السبب؟ لأنه أنا باعتبر أنه من واجبي أن أوصل الحقيقة للناس وخصوصا الحقيقة فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني وما يجري له ولن أوفر أي فرصة أن أظهر وأتحدث طبعا إلا إذا كانت وسيلة إعلام إسرائيلية هذه نقطعها لكن بغير ذلك وظيفتي وواجبي أن أصل إلى الناس وأوصل الحقيقة كما هي على أرض الواقع وفي هذه الحالة رغم أنه بعض المذيعين يعني يستفزوا وبعضهم يتبنى الرواية الإسرائيلية بالكامل أنا عندما أتحدث لا أخاطب المذيع وإنما أخاطب من هم وراء المذيع الجمهور والناس فالهدف هو أن أصل إلى الناس وأن أقدم الحقيقة للناس وبعضهم يستفز لأنه لا يستطيع أن يمنعني من أن أقول الحقيقة وفي حالة هذه السيدة جوليا هي كانت مستفزة لأنه في أول خمس أو ست دقائق من المقابلة استطعت أن أقول ما أريد وكنت أتخيل أنهم في غرف الأخبار التي تسيطر عليها الرواية الإسرائيلية سيحاسبونها على أنها سمحت بهذا الكلام ولذلك أصيبت ربما بالعصبية بس أنت دكتور هم هدوك بعد بالنسبة لهم هذا صحيح لأنه أنا فهمت استراتيجيتها وستراتيجيتها كانت أن تثيرني وتجعلني ربما أترك المقابلة لكي تثبت أنه أنا لا أستطيع أن أستمع لرأي النساء وهذا طبعا كلام سخيف لأنه هي لا تعرفني لو كانت أجرت بحث قليل لعرفت أنني من أكبر مناصري حقوق المرأة في فلسطين وطبعا أستمع لرأي النساء أصلا زوجتي يعني هي لم تجري أي بحث زوجتي عالمة كبيرة وأكبر أكثر باحثة ما نشور لها أبحاث في فلسطين وهي من أكبر المدافعات عن حقوق المرأة أيضا صح وحتى من الخمسين عضو اللي كنتوا بترشعونهم للانتخابات الأخيرة 32% كانوا من النساء 32% من النساء بالضبط بس هم أنا أعتقد أنه فكرة الصورة النمطية اللي حاولين يوصلونها عن العرب والمسلمين أعتقد هذه بدأت تنكشف بشكل واضح نمطية وعنصرية عنصرية هي عنصرية وفوقية كانت عنصرية تماما وعندما قالت لي ماذا طلبت أن أعطي جواب في عشر ثواني أعطيتها أحسن جواب أنهاء الاحتلال وربما هذا استفزه أكثر الله يحب لك دكتور دكتور احنا مهم بالنسبة لنا احنا عادة في بدون وراق نخوض في نقاشات شوية بعمق حتى نفهم السياقات بأن نستطيع أن نناقش بعض القضايا اللي تأتي في أواخر الحوار لكن في البداية نريد أن نبني الحوار بالشكل الصحيح من خلال فهم السياسات والفصائل الفلسطينية والديناميكية في السياسة الفلسطينية حتى نصل إلى يومنا هذا أنا أدري في السبع واربعين قبل النكبة بسنة كان في قرار الجمعية العمومية رقم واحد ثمانية واحد لعام 1947 الذي قسم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية نعم كيف يمكن أن نفهم هذا القرار هذا القرار في حينه كان ظالم لأنه في الوقت اللي كانوا الفلسطينيين يملكون فيه 82% من أرض فلسطيني التاريخية القرار أعطى للفلسطينيين 44% فقط من الأرض وأعطى 54% لإسرائيل وجعل منطقة بيت لحم والقدس منطقة دولية لخمس سنوات طبعا الفلسطينيين اعتبروا قرار ظالم وغير عادل لأنه أنت تملك 82% وثم يعطونك منها 44% لماذا تقبل؟ ولكن أيضا هذا كان الرفض الفلسطيني في حينه كان بسبب إدراك الفلسطينيين أنه ما يتعرضوا له هو مؤامرة بتهجير اليهود إلى فلسطين ليحلوا محل الفلسطينيين يعني كان في إدراك مبكر أنهم يتعاملوا مع استعمار استيطاني إحلالي تمثلوا إسرائيل فرفضوا القرار ولكن الإسرائيليين أيضا رفضوا القرار هذا اللي فهمت بعد ليش الإسرائيليين لفضوا؟ أما الإسرائيليين أوحوا للعالم ونشروا دعاية بقيت حتى فترة قريبة جدا مقنعة مقنعين العالم أنهم هم قبلوا قرار التقسيم والفلسطينيين رفضوه وفي الواقع هم لم يقبلوا أبدا وأنا أجريت أبحاث في هذا المجال ثم يعني في ثلاث إثبتات على أنهم لم يقبلوا القرار أولا هم لم يحترموا الحدود التي حددتها الأمم المتحدة واستولوا مش بس على 54% من أراضي فلسطين استولوا على 78% يعني أخذوا من حصة الفلسطينيين في عام 48 ثانيا قاموا بتهجير الفلسطينيين اللي في هذه المناطق يعني دمرت إسرائيل في حرب 48 520 قرية وبلدة فلسطينية بالكامل سوتها بالأرض وهجرت 70% من الشعب الفلسطيني يعني نفذت تطهير عرقي هو الأكبر في تاريخ المنطقة في ذلك الوقت بس الإثبات الثالث أنا وجدته عند مؤرخ إسرائيلي مشهور اسمه آفي شلايم وهو مدرس في جامعة أكسفورد في بريطانيا أجرأ أبحاث دقيقة في الأرشيف الإسرائيلي ثم أخبرنا أنه لم يجد ولا وثيقة واحدة تظهر قبول إسرائيل لقرار التقسيم فإذن هذه خدعة من الخدعة التي استعملتها الحركة الصيونية ونشرتها وأصبح الغرب يقدمها كأنها حقائق أنه الفلسطينيين رفضوا قرار التقسيم وإسرائيل قبلت قرار التقسيم في الواقع هم رفضوا أيضا يقال أن إسرائيل قضيتهم غير عادلة لكن محاميهم جاي ممتازين والعكس صحيح في القضية الفلسطينية أن القضية عادلة لكن محاميين عبر الزمن لم يوفقوا شرائك في هذا البعد مش دقيق تماما في منه أنه هم أكثر يعني كانوا أكثر تنظيما واستعانوا بالغرب يعني استعانوا بال يعني أنت لا تستطيع أن تقول أنه الإسرائيليين في مواجهة الفلسطينيين الإسرائيليين مع الولايات المتحدة وبريطانيا ودول غربية كثيرة ولبئ غربي هائل في مواجهة الفلسطينيين وحدهم يعني لا يوجد أصلا تكافؤ في الإمكانيات ولا في الموارد ولكن هم أيضا كانوا مهتمين أكثر مننا بالتنظيم بتنظيم أنفسهم وبتنظيم اللوبي الإسرائيلي هذا صحيح بس القضية ليست أنه هم محامي جيد ونحن محامي غير جيد القضية أنه كان عدم كان فيه اختلال في ميزان القوى وهم استغلوا ذلك إلى أقصى حد وإلى أقصى درجة وأنت ترى الآن يعني لو لا وصائل الاتصال الاجتماعي الحديثة لمرروا أكاذيبهم في غزة كما مرروا أكاذيبهم في عام سبعة وستين في العدوان اللي قاموا فيه على ثلاث دول عربية صحيح ولأن الإعلام الرسمي الأوروبي والغربي متبني تماما في معظم الأحيان للرواية الإسرائيلية طيب دكتور في الـ 48 ظل قطاع غزة تحت الإدارة المصرية من الـ 48 وفي 1950 ألحقت الضفة الغربية رسميا بالمملكة الأردنية فصارت الضفة الغربية تحت الإدارة الأردنية وغزة تحت الإدارة المصرية السؤال البديهي أنه لما كانت الإدارة تحت هاتين الدولتين الصديق يعتبرون دول أصدقاء لفلسطين لماذا لم يتم تسليم هذه الأراضي لفلسطين كي يحكمونها الفلسطينيين يعني كان خطأ وكان يجب فعلا بناء دولة فلسطينية مستقلة تضم من منطقتين وتكون أساس للدولة الفلسطينية التي يجب أن تكون ولكن للأسف هذا لم يحدث وكان فيه خلافات عربية أيضا كما تعلم بس فيه كان فرق جوهري في حين أن الضفة الغربية يعني ألحقت بالأردن وأصبحت جزء من الأردن قطاع غزة لم يتم إلحقه بمصر وبقي له يعني كيان شبه مستقل وكان فيه إدارة مصرية ولكن كان فيه مجلس وطني فيه شبه برلمان يعني وكان فيه نوع من الإدارة الفلسطينية الذاتية ولكن طبعا تحت الإدارة المصرية ربما في ذلك الوقت لم يكن قد نضجت الرؤية الفلسطينية الكاملة وكان الهدف المركزي كيف يتم تحرير فلسطين ما تبقى من فلسطين ولكن ربما إذا عدنا إلى الوراء ربما يعني يشعر الإنسان بأنه كان من الأفضل لو سمح للفلسطينيين بإنشاء كيانهم الفلسطينيين مستقل في ذلك الوقت في 1954 ولد الدكتور مصطفى البرغوثي في مدينة القدس أنا همني في هذا الوقت أن نقارن القدس في نشأتك الواعية هنقول في أواخر الخمسينات بداية الستينات مقارنة في اليوم كيف تغير المشهد في القدس القدس أولا يعني هي بغض النظر أنك ولدت في القدس أو لم تلد في القدس القدس هي في وجدان كل فلسطيني مش بس كعاصمة وإنما يعني هي القلب الفلسطيني في الواقع تغيرت كثيرا تغيرت بفعل تأثير الاحتلال أنا مش بس ولد في القدس أنا كمان عملت في القدس كطبيب لمدة 15 سنة قبل أن يمنعوني من دخول القدس واللي غيروا غيروا كثير أولا بدأوا بعملية تدريجية مع الانتفاضة الأولى في حوالي عام تسعين بدأوا يضعوا قيود على دخول الفلسطينيين إلى القدس وبعد اتفاق أصله فصلوا القدس بشكل كامل عن الضفة الغربية أصبح لا يمكن أن تصل إلى القدس إلا بتصريح خاص إذا كنت مقيما في الضفة الغربية لكن منذ عام 67 هم بعد الاحتلال للضفة الغربية والقدس بدأوا بإنشاء طوق من المستوطنات حول مدينة القدس وبدأوا بعملية استيطان داخل مدينة القدس يعني حاولوا أن يصادروا أكبر عدد ممكن من البيوت داخل المدينة خاصة البلد القديمة وحاولوا أن ينشئوا استعمار استيطاني في داخل القدس نفسها وحول القدس في حي مشهور حي المغاربة قاموا بهدمه بالكامل وترحيل أهله وعادوا تشكيل ما سموه حارة اليهود يعني وجود يهودي استيطاني في داخل قلب المدينة وطبعا غيروا معالم كثيرة وهذه عملية ما زالت مستمرة لم تتوقف محاولة تهويت طبعا هم قاموا بقرار خطير أظن في عام 68 بضم القدس اعتبروا القدس الشرقية العربية اعتبروها جزء من إسرائيل واعتبروها يعني جزء من عاصمة إسرائيل هذا القانون الإسرائيلي وطبعا هذا كان قرار مرفوض ولكن وهذا طبعا موضوع نضال كبير للفلسطينيين ضد إشراء الضم الذي قاموا به بس هم انهمكوا في عملية ضم وتهويت طبعا اللي حصل إنه مع الانتفاضة الثانية ازدادت القيود أيضا على دخول القدس والآن أكثر من 96% ربما من الشعب الفلسطيني محرومين من الوصول إلى القدس يعني إذا أردوا أن أولا أهل غزة بالكامل ممنوعين من الدخول للقدس كل الفلسطينيين المهجدين في الخارج ممنوعين يدخلوا قدس و95% من الضفة الغربية ممنوع تدخل القدس شنو السبب لما تحاول تاخد تصريح وتحاول دش شنو السبب ليمنوعونك من خلالها؟ لأنه السبب غير المعلن أنهم يريدوا ضم وتهويت القدس بالكامل وفصلها عن راح أجزاء الضفة الغربية المعلن والمعلن الأمن ادعاءهم كل شيء يبرروا بالأمن كل اضطهاد يمارسوا ضدنا يدعون أنه لأسباب أمنية يعني السردية الكلاسيكية طبعا الأمن الأمن وبالمناسبة هذا نفس السلوك البريطاني اللي استعمل ضد الشعب الفلسطيني قبل النكبة عندما كان هناك انتداب بريطاني مهد لإنشاء إسرائيل الأساليب اللي بعتمدوها الإسرائيليين اليوم مثل هدم البيوت للمناضلين مثل الاعتقالات العشوائية مثل قانون الطوارئ الذي تستخدمه إسرائيل الآن هو قانون الطوارئ البريطاني الذي يتيح حق اعتقال الناس دون محاكمة ودون حتى توجيه تهم لهم اسمه الاعتقال الإداري هذا انتاج بريطاني فإسرائيل أخذت كل المنظومة القمعية اللي أنشأها الانتداب البريطاني واستعملتها وأضافت إليها أنماط قمع جديدة يعني لقمع والتنكيل بالشعب الفلسطين فالأساس نفسه لكن التغليف بشكل جديد طبعا طبعا يجب أن نقول أنه أهل القدس بواسل يعني كل عمليات الضم والتهجير والتهويد فشلت أمام صمود أهل القدس وبقائهم وإسرارهم على أن يبقوا في القدس وربما في نقطة مهمة يجب أن أضيفها أنه الآن من يوم ما بدأت إسرائيل بعملية ضم القدس هي تمنع منح رخص للبناء للفلسطينيين وإذا حسبت عدد رخص البناء في محيط القدس نفسها ستجد أنه مساوي أو أقل من عدد البيوت التي تهدم سنويا ونفس المعدة هناك الآن عشر آلاف بيت مهددة بالهدم في مدينة القدس وبالتالي هي تستخدم إسرائيل كل تستخدم منظومة من القوانين الجائرة لمنع الوجود الفلسطيني ولتكريس الوجود اليهودي على أرض القدس والآن كل الضفة الغربية مش بس القدس في الـ 64 تأسست حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح وأهم المؤسسين هم ياسع عرفات صلاح خلف كمال عدوان وأيضا مجموعة أخرى لكنها الثلاث أسامي البارزة وأيضا اختارت الكفاح حركة فتح تأسست في الخمسينات عفوا في السبع أو خمسين في الكويت في الكويت منظمة التحرير تأسست عام 64 عفت لخبط بينها في السبع أو خمسين تأسست فتح في الكويت بعين عقوبها بسنتين تأسست بشكل رسمي الشاهد أنه أنا أتكلم عن حركة فتح ليش اختارت الكفاح المسلح؟ طبعا في حينه كان فيه إدراك أنه ما فيه سبيل التغلب على الحركة الصهيونية وعلى الاحتلال الإسرائيلي إلا بالنضال المسلح وكان هذا هو الشكل السائد في كل حركات التحرير في العالم وربما لأنه كان فيه اعتقاد أنه هو الشكل الأكثر فاعلية في النضال الوطني بس كانت هي خارج المنظومة العربية بذاك الوقت؟ في البداية أي بعدين عقوب فترة تأسست منظمة التحرير في الأربعة وستين وكانت تحت غطاء منظومة الدول العربية نعم صحي بس كان عندنا فتح وكان لها جمهور إلا أن المنظومة العربية اختارت أن تؤسس منظمة تحت هذا لأنه المنظومة العربية ما كانتش عارفة بالضبط شو هي حركة فتح وكانش فيه اطلاع عليها صارت تعرف على حركة فتح في الأساس أكثر بعد عدوان سبعة وستين وبعد أن معركة الكرامة التي غيرت موازين القوى وعندها طبعا دخلت فتح لمنظمة التحرير وأصبح يأسر عرفة هو قائد منظمة التحرير وفرضت نفسها تقريبا طبعا بالواقع بالنضال بالمقاومة معركة الكرامة التقصد اللي كانت في الأردن اللي في 68 في 21 أذار عام 1968 وهذه المعركة هل كان الانتصار هذا معنوي أم استراتيجي؟ لا كان انتصار كبير لأنه كان العرب خارجون من هزيمة كبيرة ألحقتها بهم إسرائيل عندما هزمت ثلاث دول عربية في ست أيام بالمناسبة ما خسروا جيش الاحتلال الآن في مواجهته مع المقاومة في غزة أكثر مما خسروا في حرب 67 التي احتل خلالها أراضي تساوي ثلاث أضعاف مساحة الكيان الإسرائيلي كيف؟ لأنه لم يجري قتاله في الواقع حقيقي وكانت صاعقة طبعا كيف استطاعت إسرائيل أن تنتصر على ثلاث جيوش عربية استعملوا الخداع استعملوا الأساليب كثيرة ولكن نجحوا في هذا العدوان وخلقوا واقع جديد اللي بمضمونه تم احتلال سيناء وغضبة الجولان وطبعا كل الضفة الغربية وغزة في 67 هي حرب النكسة وبعدها في 68 كان في شعور عميق بالهزيمة والغضب وبدأت الحركة المقاومة تنبو صحيح حركة فتح بدأت في الخمسينات وقامت بعملياتها الأولى بشكل مبكر أكثر لكن التحول حدث في معركة الكرامة لأنه كانت أول معركة تهزم فيها إسرائيل أمام الطرف الفلسطيني والأردني طبعا في هنا بعدها بسنة انتخبها ياسر عرفات رأيس منظمة التحرير الفلسطينية وهو منصب الذي ظل يحتل حتى وفاته عام 2004 في رأي يقول لك هل كان خيار الهيمنة على المنظمة وسحبها من يد الأنظمة العربية خيارا صائبا أم أنه كان الأفضل لمصلحة الشعب الفلسطيني أن تبقى المنظمة تؤدي دورها باستقلالية عن الفصائل كمنظمة التحرير أن يكون فيه فصائل ويكون فيه منظمة التحرير بشكل رسمي وشو تعمل المنظمة لما تكون منفصلة عن الفصائل أن تكون لها دور دبلماسي أكثر في الجامعة العربية وبس لما أنت تكون كفاح مسلح ونفس الوقت يكون عندك ممارسة دبلماسية ما تحس فيه تعارض لا بالعكس فيه تكامل وبالعكس أهم قرار حدث هو عام 1974 عندما قرر قمة الرباط أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني كانت أهمية هذا القرار بغض النظر عن وضع منظمة التحرير اليوم ومشاكلها الكثيرة ولكن في ذلك الوقت كان مهم جدا هذا القرار لأنه أعطى للفلسطينيين حق تمثيل أنفسهم وحقهم في استقلالية القرار الوطني الفلسطيني وهذا حرر القرار الفلسطيني من الضغوط التي قد تتعرض لها بعض البلدان العربية لسبب أو لآخر من أطراف دولية مختلفة لو نرجع سنة قبل 1974 في أولا سنة كم سنة في 1970 كان في صدام بين فلسطينيين في الأردن مع الأردن صحيح لا نبدأ في تفاصيل هذا الصدام لكن أنا أريد أن أفهم الأبعاد السياسية كيف أثر ذلك الصدام أضع في المقاوم كان مؤسف أنه حدث هذا الصدام لأنه كان بداية ضعف المقاومة بداية ضعاف المقاومة لأنه نتيجة هذا الصدام طبعا صار ضعف للطرفين وصار ضعف أمام العالم واضطرت منظمة التحرير أن ترحل في نهاية المطاف من الأردن لإلى لبنان صحيح استمرت هذه العملية حوالي سنة من السبعين إلى الواحد وسبعين في البداية تم إجبار الفدائيين فلسطينيين والمقاتلين على الذهاب إلى الشمال وبعد ذلك جرت معارك في عام واحد وسبعين وأجبروا على الذهاب إلى سوريا وبعد ذلك إلى لبنان بس هذا الذي حدث يعني السؤال الذي يجب أن يسأل هل كان ضروري أن يحدث هذا الخلاف وهل كان ضروري أن يحدث هذا الانقسام هذا سؤال يعني للمؤرقين الحق في بحثه أنا برأيي ما كان لازم يسير الصدام ولكن مؤسف هذا حدث وأضر بنا كثيرا في الثلاثة وسبعين وبالوقت هذا كان في عمليات مناضلة في أوروبا وفي إسرائيل وكان في مثلا أبو نضال عم كان جزء من فتح وانشق من فتح والعمليات هذه اللي صنفت في الدول الأوروبية وفي المجتمع الدولي بأنها ممارسات إرهابية هل هذه النشاطات أثرت بشكل أو بآخر تعتقد؟ بعضها أث يعني أبو نضال موضوع إشكالي كبير مش واضح مع مين كان يعمل ولي مين كان يعمل ولي مصلحة مين كان يعمل وكان في تدخلات كثيرة من أنظمة كثيرة في المنطقة ولكن بعض ما قام به كان مضر بدون شك طيب في 1975 أو في 1974 وبعد الاعتراف العربي بمنظمة التحرير الفلسطيني باعتبرها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني كيف كان ذلك في ظل الظروف العامة؟ وشلون كان توجه العربي بذلك الوقت لمصلحة القضية؟ أولا هذا الاعتراف بمنظمة التحرير ألقى مسؤولية كبيرة على الفلسطينيين ولكن ذلك لم يكن يمنع الدول العربية من أن تدعم النضال الفلسطيني إن أرادت بس هذا فتح المجال للمنظمة أن تصل إلى الأمم المتحدة وأن تتحدث باسم الشعب الفلسطيني كما تذكر حدا جرى في عام 1974 والرواية الشهيرة أو الحادثة الشهيرة عندما رفع أبو عمار قال أنا بيدي غصني الزيتون بيد ومسدسي باليد الأخرى فلا تجعلوني ألقي غصني الزيتون من يدي نعم في الأمم المتحدة كانت بداية نهضة كبيرة للاعتراف بالدور الفلسطيني وتعزيز النضال الوطني الفلسطيني وبدأت في الضفة الغربية وغزة وهذا جزء من التاريخ غير معروف بشكل كافي بدأت حركة نضالية كبيرة محدت للانتفاضة الشعبية الأولى وحركة المقاومة الكبيرة هاي جرت بتشكيل الجبهة الوطنية الفلسطينية عام 1973-74 ولعبت هاي الجبهة الوطنية دورا كبيرا في قيادة النضال الوطني الفلسطيني في الأراضي المحتلة بينما كانت منظمة التحرير مستقرة في لبنان وبعدين تطورت الأمور في اتجاه بعد الجبهة الوطنية الفلسطينية تشكلت لجان التوجيه الوطني التي كان يرأسها أو ينسق أعمالها الراحل الأستاذ إبراهيم الدقاق وبدأ في الأراضي المحتلة نضال شعبي مقاوم عظيم تعاظم تدريجيا حتى وصل إلى ذروته مع انفجار الانتفاضة في عام 87 بس الانتفاضة لم تحدث مرة واحدة الانتفاضة كانت على شكل موجات متتالية 74، 76، 78، 80، 82 حتى وصلت إلى الذروة الكبرى عام 87 بعد أن كانت منظمة التحرير قد أجبرت على الرحيل من غزة من لبنان إلى تونس في الخمسة وفي الثمانية وسبعين طبعا توقيع اتفاقية كام ديفيد وأثر كام ديفيد على القضية بشكل عام ولماذا لم تنظم منظمة التحرير لهذه الاتفاقية لأنه كانت ممكن الناس تقول اتفاقية أوزلو كانت أقل مكاسب من اتفاقية كام ديفيد في هذا الرأي لا لا غير صحيح ما كان مطروح في كام ديفيد مجرد حكي عن حكم ذاتي غير واضح المعالم ولا تنسى من كان يقود إسرائيل في ذلك الوقت مناحم بيقن يعني من أكثر المتطرفين وأكثرهم تشددا وكل قصة كام ديفيد أصلا كانت مرتبطة يعني هي نوع من المقايضة أحد جوانبها الأساسية تخلي عن الجانب الفلسطيني وبالتالي الفلسطينيون رأوا فيها خروج مؤسف لمصر من ساحة المواجهة مع إسرائيل وبالتالي طبعا كان في اعتراض على اتفاقية كام ديفيد في ذلك الوقت اعتراض كبير وأنا أعتقد أنه لو عدنا بالتاريخ إلى الوراء كان أفضل للعرب والفلسطينيين أن يبقوا معا في صف واحد ولا يسمحوا لإسرائيل بالانفراد بهم واحدا واحدا طيب في الـ 84 بدأ الخط السري بين ياسر عرفات والمسؤولين في النروج لنوعا ما بداية الحديث حول نوع من الاتفاق بين منظمة التحرير وممثل الفلسطينيين مع إسرائيل باتفاقية وبشكل أو بآخر اللي أدت إلى اتفاقية أوزلو هذا حصل متأخر في الثمانينات أواخر الثمانينات عندما اجتمع المجلس الوطني الفلسطيني وأخذ قرار أعتقد عام 88 بإعلان دولة فلسطين وأخذ قرار بالقبول بمبدأ وفكرة الحل الوسط مع الحركة الصهيونية وهو ما يسمى بحل الدولتين رحيلة هذا رحيلة وبعدين راحوا على أوزلو هذا راح أي على موضوع أوزلو بشكل أدق إن شاء الله يعني اللي حصل عشان أفسر الفلسطينيون كان شعار منظمة التحرير الرئيسي دولة واحدة ديمقراطية على أرض فلسطين يتساوى فيها الناس في الحقوق والواجبات ولا تكون طبعا دولة يهودية وهذا بقي شعار منظمة التحرير حتى عام 88 خلال هذه الفترة كان في ضغوط هائلة على قيادة منظمة التحرير من الدول الغربية ومن الولايات المتحدة ومن المجتمع الدولي لإقناع الفلسطينيين بالقبول بحل ما يسمى دولة فلسطينية على الضفة الغربية وغزة وحدها والقدس الشرقية طبعا أو العربية كما أسميها أنا بالنسبة للقدس كلها عربية يعني لا أقبل هذا التقسيم شرقي وغربي بس في حينها كان الضغط أنه اقبلوا بهذا الأمر وستحصلوا على دولة وللقبلت منظمة التحرير للفكرة وجزء كبير من القوى الفلسطينية وافق عليها وكما يقول المثل الفلسطيني قبلنا بالهم والهم مش قابل فينا يعني قبلت منظمة التحرير بدولة على أقل على 22% فقط من مساحة فلسطين وهي أقل من نصف ما كان مقرر لنا في قرار الأمم المتحدة بالتقسيم ومع ذلك إسرائيل فعليا أخذت الاعتراف بها الذي جرى لاحقا في اتفاق أسلو وعملت كل ما تستطيع لنسف حتى إمكانية قيام دولة فلسطينية على هذا الجزء بس للأسف الشديد بعدين منحكي عن اتفاق أسلو بس يعني هذا الضغط الأوروبي والأمريكي لم يترافق بعدين مع ضغط على إسرائيل اللي تقبل بهذا الحل الوسط يعني أنا برأيي استدرجة الفلسطينيون لحل وسط دون أن يكون هناك استعداد للضغط على إسرائيل اللي تقبل به طيب رح نوصل حق أسلو رح نوصل حتى عن الظروف ما قبل التسعين والظروف ما بعد التسعين وشلون كان الإسرائيليين الفهمتين ما كانوا يبون أنهم يكون يكونوا انطرف في الحوار ما قبل التسعين وشلون تغييرت الأمور ما بعد التسعين لكن ودي أتكلم عن 1982 واشتياح بيروت ومغادرة المنظمة وياسر عرفات إلى تونس لماذا احتاجت لماذا اشتاحت إسرائيل بيروت يعني شنو كان سبب اشتياح لأنه كان في مقاومة فلسطينية في الجنوب وكانت تجري اشتباكات مع إسرائيل بشكل متواصل كان في مقاومة في الأراضي المحتلة وكان في مقاومة تجري من لبنان وكل ما يقولونه اليوم عن حماس كانوا يقولونه عن فتح في ذلك الوقت حركة إرهابية والمنظمة إرهابية والقوى الفلسطينية كلها إرهابية وقررت إسرائيل أن تجتاح لبنان وكان عند الإسرائيليين أمل أن يتفقوا مع أنه بعد أن يجتاحوا لبنان ويجبروا المنظمة على الخروج منها أنه يستطيعوا أن يصلوا إلى اتفاق مع بشير الجميل الذي كان يتواصل معهم لعقد اتفاق سلام بين إسرائيل ولبنان وفعلاً صار تعاون عسكري حتى بين الطرفين وحدث الاجتياح طبعاً حوصرت بيروت وحوصرت واحتلت إسرائيل كل جنوب لبنان حتى بيروت وقررت المنظمة حفاظاً على بيروت وحفاظاً على لبنان أن تقبل في العرض الذي يقدم بعد ذلك بالذهاب من لبنان إلى تونس وتم ترحيل طبعاً الفلسطينيين وعدد كبير من المقاتلين ولم تحترم لا الولايات المتحدة ولا إسرائيل ولا الميليشيات اللبنانية في حينه القرار الضمانات التي أعطيت وكما تذكر أول شيء حدث بعد انسحاب الفلسطينيين كانت مجزرة صبرة وشتيلة واني فقدت منظمة التحرير ورقة الكفاح المسلح يعني ما عاد لها دور في الكفاح المسلح مثل ما كان ليس فوراً لأن الجميع شعر حينها أنه نضال الفلسطيني فقد زخمه من أنقذ منظمة التحرير؟ الشعب الفلسطيني في الداخل أهل الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة والقدس وطبعاً أهلنا في الداخل في إرادة 48 لماذا؟ لأنه بعد أن همشت منظمة التحرير وجرى وضعها على الرف محاولة وضعها على الرف وحاولوا يصف القديل الفلسطينية الإنقاذ جاء من داخل فلسطين وصارت الانتفاضة الأولى التي أعادت للمنظمة هيبتها وأعادت للنضال الفلسطيني قوته الانتفاضة الشعبية الأولى كانت من أرواع الإنجازات التي حققها الشعب الفلسطيني وكما ذكرت هي لم تحدث من فراغ حدثت على أرضية نضالات متواصلة استمرت منذ عام 67 وحتى وصلنا إلى عام 87 بأهمية أهمية فتحنا موضوع الكفاح المسلح والنضال ومحاولة أن يكون في نوع من السلاح للدفاع وأيضا المقاومة واليوم نشوف في الأخبار نتنياهو يطلع ويقول تأسيس دولة فلسطينية من زوعة السلاح لا لا نتنياهو لا يقول ذلك بايدن اللي يقول ذلك لكن قاله ذلك لا لا نتنياهو لا يريد أي دولة اليوم ما يريد أي دولة ولا عمره ولا عمره قالها ولا عمره كل تاريخه مبني على منع قيام أي كيان فلسطيني أي دولة فلسطينية هو ينتمي إلى تيار جابوتينسكي المتطرف الذي يرى أنه لا يمكن التفاهم مع الفلسطينيين وفقط يمكن التعامل معهم بالقوة وجابوتينسكي كان يقول من يظن أنه ممكن التفاهم مع الفلسطينيين وإشهدات السلام معهم غبي لأنه الفلسطينيون لن يتخلوا عن أرضهم كان يقول جابوتينسكي معلم ووالد نتنياهو كان من مساعدين جابوتينسكي وكانوا يؤمنوا أنه ما في حل مع العرب والفلسطينيين إلا القوة ولذلك يجب طرد وترحيل الفلسطينيين من كل وطنهم نتنياهو بنى كل حياته السياسية ضد أصله وضد حل الدولتين وضد فكرة قيام دولة فلسطينية مستقلة وهو الذي حرض الجمهور الإسرائيلي ضد إسحاق ربين لأنه وقع اتفاق أصله مع العلم خلينا نفرد بعض التفصيل لاتفاق أصله نحكي عن عيوب اتفاق أصله بس عمليا الجانب الإسرائيلي وقع ربين ولكن نتنياهو حرض الجمهور الإسرائيلي ضد ربين حتى تم اغتيال ربين اغتاله متطرف إسرائيلي وبعد ذلك جاء للحكوم نتنياهو في عام ستة وتسعين وعمل كل ما يستطيع من أجل نسف إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة ومن أجل توسيع ونشر الاستيطان في كل الأراضي المحتلة لأنه برنامجه تهويد كل أرض فلسطين فلا يسعى للدولتين هو أبدا عمره موافق على حل الدولتين إذا كان قالها مرة بكون كذب هنا بناخذ كلام بايدن اللي قال تأسيس دولة من زوعة السلاح وأهمية يكون في سلاح لأي دولة مستقلة مقابل إذا الدولة ما كان لها سلاح كيف يؤثر ذلك على قوة الدولة الذي قالوا بايدن أكثر من هيك بايدن قال شيء خبيث قال الدولة فلسطينية وحل دولتين ولكن الدول أنماط مختلفة مثلا قال منزوعة السلاح بس هو يقصد أكثر من ذلك هو يقصد منزوعة السيادة ومنزوعة السيطرة على الأرض ومنزوعة السيطرة على الموارد الطبيعية ومنزوعة السيطرة على الحدود ومنزوعة السيطرة على الأجواء ومنزوعة السيطرة على المجال الكهرومغناطيسي ليست دولة وإنما كيان هزيل على قتوهات معزولة مقطعة الأوصال هذه هي خطة ترامب اللي تبنها في الواقع بايدن بايدن اختلف مع ترامب في كل شيء إلا في الموضوع الفلسطيني ولذلك لما جاء للحكم على مدار ثلاث سنوات قبل الحرب الأخيرة التي بدأت كل ما عمله كان يقول آه حل الدولتين ولكن ليس في المنظور القريب على ماذا عمل بايدن منذ جاء للحكم فقط على شيء واحد التطبيع مع المحيط العربي يعني كمل خطة ترامب وصفقة القرن أنا كتبت عنها كتاب كامل اسمه خدعة القرن أصدره مركز دراسات الوحدة العربية وأنا أدعو كل المهتمين بالشأن الفلسطيني يقرؤوا لأنه فيه تفاصيل التفكير الإسرائيلي والأمريكي أنه مش دولة سميها دولة إذا بدك سميها إمبراطورية بس هي ليست سوى كيان مقطع الأوصال للتعايش مع حقيقة أنه فيه عدد الفلسطينيين اليوم على أرض فلسطيني التاريخية أكثر من عدد اليهود الإسرائيليين فماذا تعمل بهم بالنسبة لبعض الإسرائيليين بدهم مشحل دولتين حقيقي يعني فصل الضفة الغربية وغزة بدهم يخلوا الاستيطان في الضفة الغربية وخلوا الفلسطينيين في هذه القتوهات المعزولة بس الهدف الحقيقي أن يجعلوا حياة الفلسطينيين صعبة إلى درجة ترحيلهم من وطنهم يعني الهدف الإسرائيلي الحقيقي هو التطهير العرقي هو الترحيل للفلسطينيين لابدهم دولتين ولابدهم دولة واحدة شو يبقى؟ التطهير العرقي لذلك الخطة التي طرحها ترامب هي خطة تتكيف مع إبقاء إبقاء المستعمرات الاستيطانية في الضفة الغربية وربطها بشبكة طرق متواصلة وتحويل المدن والقرى الفلسطينية إلى معازل مطوقة بالجدار مطوقة بالمستوطنات مطوقة ب650 حاجز إسرائيلي هذه هي حقيقة ما يعنيه بايدن وما يقوله وما قاله ترامب من قبل فيش فرق بين ترامب وبايدن فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وفي عرب 48 الموجودين داخل إسرائيل عرب موضوع آخر هذا هم يفاصلينه بشكل كامل نعم وزين شنو عيل دم تكلمنا عن هذا الموضوع ما علاقة أمريكا بإسرائيل لو نبين نفهم العلاقة الأمريكية الإسرائيلية أمريكا وبريطانيا أنشأت إسرائيل أنشأتها لتكون قاعدة للمصالح الإمبريالية والاستعمارية في المنطقة وأنشأتها للحفاظ على المصالح الأمريكية في المنطقة وأيضا إنشأتها لتكون قوة تهديد للدول المحيطة في المنطقة وأنت تعرف شو أهدافهم السيطرة على النفط السيطرة على موارد الطاقة السيطرة على الموقع الاستراتيجي وإسرائيل بالنسبة لهم كانت الحليف الأفضل وفي البداية كانوا يدعوا أنه هذا يقومون به لمواجهة الاتحاد السوفيتي وغير الاتحاد السوفيتي اليوم هما بدهم يفرضوك أسلوب للسيطرة الاقتصادية والاستراتيجية والسياسية وإسرائيل قامت على أساس وعد بلفور وعد بلفور اللي أصدرته بريطانيا عام 1917 بس وعد بلفور ليس معزولا عن التيار الأمريكي الأنجليكاني الذي كان يدعم هذا التوجه ويستخدم حتى الميثولوجيا اليهودية لتبرير إنشاء دولة إسرائيل بهذا الشكل ولذلك العلاقة الأمريكية الإسرائيلية والبريطانية الإسرائيلية علاقة عضوية مش علاقة تحالف عابر لأنهم ينظرون إليها باعتبارها بجانبين الجانب الأول أنها هي مقاعدة للحفاظ على مصالحهم العسكرية والسياسية والاستراتيجية بس ثانيا يعني هم اعتبروها مشروع استعمار إحلالي استيطاني للحلول مكان الفلسطينيين وأخذ أرضهم في 7-8 انتفاضة الأولى كرست هذه الانتفاضة انتقال مركز التقل في النضال الوطني الفلسطيني من الخارج إلى الداخل فصار في دور كبير للفلسطينيين اللي داخل الضفة الغربية وغزة وفي هذا الوقت أعلان تأسيس حركة حماس في 15 ديسمبر في 87 تاريخ هذا صحيح طيب نبي أنا أفهم الآن دخول حماس على الساحة السياسية في 87 وجذور هذا الدخول ولماذا تأسست حركة حماس عندنا منظمة التحرير وعندنا حركة فتح لماذا صار في فصيلة أخرى لها بوزنها وقوتها في الساحة السياسية لأن حركة حماسية امتداد لحركة الإخوان المسلمين في ذلك الوقت وحركة الإخوان المسلمين لم تكن جزء من منظمة التحرير الفلسطينية وبالتالي رغم أنه في عام 56 لم نحب جرى احتلال غزة من قبل إسرائيل في العدوان الثلاثي الذي جرى على مصر من شاركة بريطانيا وفرنسا وإسرائيل في ذلك الوقت تكونت جبهة وطنية كانت تضم الإخوان المسلمين واليساريين والقوميين معا في جبهة وطنية واحدة كان من أحد قادتها البارزين دكتور حيدر عبد الشافي كانوا الإخوان المسلمين جزء من هذا وبعض قادة فتح كانوا في الإخوان المسلمين مثل خليل الوزير وأبو جهاد بعد ذلك لأنه حركة الإخوان المسلمين ما وصلتش العمل لكن الأخي الوزير كان ينفي ذلك اللي فهمت أنا طيب يسي ديان فيه مش مهم هو أو غيره بس كان فيه مجموعة من قادة فتح اللي كانوا مع حركة الإخوان المسلمين وتركوا لأنه بدهم يكملوا في الكفاح المسلح وأسسوا حركة فتح مش لواحدهم طبعا فيه ناس ما كانوش فيه الإخوان المسلمين فنشأت حركة فتح كاستجابة لمطالب ومشاعر الشعب الفلسطيني في القيام بالكفاح المسلح والآخرين حركة الإخوان المسلمين في 887 عندما نشبت الانتفاضة الأولى وقبل ذلك كان فيه إرهاصات كبيرة كانت تنمو وصار فيها جيش من عدد كبير من الشباب بأفكار جديدة ورأوا أنه آن أوان أن يكونوا ينخرطوا في النضال الوطني وبالتالي أنشأوا حركة حماس اللي أسسها الشيخ أحمد ياسين صحيح نعم بعدها في السباب يعني أنا بتمنى لو أنه في ذلك الوقت انضمت حركة حماس لمنظمة التحرير وكان صار عندنا وحدة مشكلة الوضع الذي نعيشه اليوم إيش حقا وقتها ما انضموا إلى منظمة التحرير ما عندي تفاصيل حول هذا الموضوع بس بس صار تنافس أكثر منه تكامل وبعد ذلك فتحت الفرص كثيرة لضرورة أن ينضوي الجميع في إطار واحد وطني مشترك ويعني ما زال هذا الأمر مفتوح للنقاش حركة المقامل الإسلامية حماسة التي تأسد كذا وكذا خطاب في 1990 ولا قبل 1990 في نوفمبر 1988 قيام دولة فلسطين في المؤتمر كان في مؤتمر في المجلس الوطني الفلسطيني وكان في خطاب لياسر عرفات في جنيف أيضا في 1988 وكان في مؤتمر في 1988 مؤتمر صحفي بعد الخطاب في جنيف بيوم اللي قال فيه اللي نحن ننبذ الإرهاب كمنظمة التحرير هني شلون صارت نقطة مفصلية لمنظمة التحرير إنه خلاص إحنا نبننتقل من مرحلة إلى مرحلة أخرى هذا من الضغط الخارجي والأوروبي والأمريكي وكان فيه نقطة كيف قالها يعني في الأول قال I renounce tourism مش terrorism قال I announce terrorism أنا أعلن عن الإرهاب ويعني خلوه يقول هاي الكلمة طبعا لأنه هاي لعبة إسرائيلية كل الوقت هي استعمال الضغط الغربي لتجريد الفلسطينيين من حقهم في النضال بكل الأشكال وكله كان مبني على وهمين خلينا أكون صريح معك وهمين الوهم الأول إمكانية الحلول الوصول لحل وسط مع الحركة الصهيونية مضمورة حل الدولتين إنه يعني الفلسطينيين يقبلوا بدولة في فقط الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس ويعترفوا بإسرائيل والوهم الثاني إنه الولايات المتحدة تستطيع أن تكون الوسيط بين الطرفين لسلام بين الطرفين كل الأمرين كانوا وهمين وثبت أنها أوهام لا الحركة الصهيونية بدها حل وسط ولا الولايات المتحدة يمكن أن تكون وسيط نزيه لأنها في تحالف مطلق مع إسرائيل لذلك الأساس اللي يبني عليه اتفاق أسله كان أساس خاطئ بس مع ذلك لما صار مؤتمر مدريد وترأس الوفد الفلسطيني الدكتور حيدر عبد الشافية وذهب إلى واشنطن وفاوض الإسرائيليين كان الدكتور حيدر عبد الشافية وكان كل أعضاء الوفد معه يصروا على نقطة واحدة إنه لن نتحدث في أي شيء قبل وقف الاستيطان في الضفة الغربية يعني ركز على استيطان طبعا لأنه يعرف الواقع للأسف بعض قادة منظم التحرير المقيمين في الخارج لم يكونوا يعرف الواقع كما نعرفوه نحن على أرض الواقع وكنا ندرك أنه أخطر مشروع هو الاستيطان ليش؟ لأنه الاستيطان في الضفة الغربية هو استكمال الاستيطان اللي جرى في أراضي الثمانية واربعين نفس العقلية الاستعمار الاستيطاني الإحلالي طبعا كثيرون كانوا مغرر بهم وكان فيه اعتقاد أنه لا ممكن يصير حل دولتين ولا آخرين بس الوفد الفلسطيني في واشنطن كان يصير لا تقدم واحد دكتور حيدر كان يقول ولا حركة واحدة في اتجاه أي اتفاق إلا بوقف الاستيطان رابين قرر أنه خلص فيش فائدة من هذا الوفد لن يقدم تنازلات فقرر أن يذهب إلى طريق المفاوضات السرية مع قيادة منظمة التحرير الجسمية لكن لازم نمر على 1990 وغزل كويت 2 أغسطس واجهت قيادة منظمة التحرير تحديا جديدا حيث أنه فرض عليها حصار سياسي ومالي أثر موقفهم في ذلك الوقت مع الطرف الغازي كيف أثر تداعية موقف منظمة التحرير الفلسطينية كيف أثر عليها ضرها وكان خطأ الموقف فيما يتعلق باحتلال الكويت ما كان يجب القبول به بأي حال من الأحوال لأنه أنت شعب تحت الاحتلال كيف تقبل احتلال آخر وطبعا كان خطأ القيادة العراقية أن تقوم بذلك الأمر وللأسف هذا أضرب العالم العربي كله وأضرب الفلسطينيين واستخدم بعد ذلك وسيلة ضغط على الفلسطينيين لإجبارهم على السير في اتجاه ما مر أسله لكن قبل 1990 كانت إسرائيل لا تريد التفاوض ولا كانت تتفاوض بس لمجرد التفاوض ما كانش فيه تفاوض تفاوض بدأ فقط بعد مؤتمر مدريد اللي هو المؤتمر اللي أنت كنت جزء من هذا المؤتمر مؤتمر السلام في مدريد كان أحد أعضاء وإنت كنت أحد أعضاء الوفد الفلسطيني في ذلك المؤتمر ما هو المؤتمر ولماذا قدمت استغادتك من العضوية أولا أنا كنت في اللجنة التوجيهية للوفد وكان المفاوضات تجري على شكلين يعني مفاوضات بين الفلسطينيين والأردنيين والإسرائيليين والمفاوضات متعددة للأطراف كان اسمها في شهر أربعة حدث أمرين الأمر الأول إسرائيل أبعدت جزء كبير من قيادة حماس من حركة حماس إلى مرج الزهور أثناء المفاوضات في لبنان وطبعا هذا هدد بنهيار كل المفاوضات وكان هذا عامل في أن نراجع موقفنا أنه كيف بدنا نتفاوض وإسرائيل تقوم بإبعاد مئات الفلسطينيين إلى خارج فلسطين النقطة الثانية بدأنا نشعر أنه فيه تراخي في الموقف الرسمي الفلسطيني وفيه أنباء عن مفاوضات سرية تجري من خلف ظهر الوفد المفاوض كنت تدرون يعني سمعنا سمعتهم في شهر نيسان شهر أربعة أنه فيه هيك شيء لم نكن نعرف تفاصيله ولكن أحسسنا أنه فيه شيء يجري من خلف الكواليس وأهم شيء أنه بما أن إسرائيل كانت ترفض وقف الاستيطان لم نعد نرى أي جدوى من هذه المفاوضات ولذلك نسحبنا البعض اختار أن يبقى وبعضنا نسحب إحنا نسحبنا ومن بقول للأسف خدعوا لأنه في الوقت اللي كانوا يذهبوا إلى واشنطن كانت المنظمة تجري مع وفد سري في أسلو مفاوضات مع الإسرائيليين من خلف ظهر الوفد الرسمي المفاوض ومن خلف ظهر الدكتور حيدر عبد الشافي قبل مؤتمر مدريد كان فيه ضغط من الولايات المتحدة على إسرائيل بأن يكونوا جزء من هذا المؤتمر حتى إسرائيل لم يكنوا راضين أن يكونوا جزء من المؤتمر لكن كان فيه تهديد من قبل جورج بوش الأب من بيكر خصوصا من بيكر خصوصا قلهم أنه إذا لا تأتوا إلى المؤتمر في مدريد لن نعطيكم الضمانات الإتمانية بعشرة مليار دولار اللي كانت لازمة لإسرائيل لاستيعاب هجرة بحوالي مليون مهاجر روسي من روسيا فكانوا يضغطون عليهم ضغطوا عليهم طبعا حتى يذهبوا إلى المؤتمر بس شو عملت إسرائيل السحق شامير قال وهو طبعا من الليكود أيضا ومن جماعة قبوتينسكي وإرهابي كان مصنف إرهابي على فكرة في الأربعينات هو وبيغن في الهجمات على البريطانيين قال سنذهب ولكن سنظل نفاوض لعشر سنوات دون أن يحصل الفلسطينيين على شيء وإسرائيل ظلت تتفاوض 30 سنة دون أن يحصل الفلسطينيين على شيء تكتكوا يعني استعملوا تكتيك المماطلي فهو عندهم فكرة اللي هي عملية السلام مش السلام نفسه العملية بدل السلام نفسه لونا بنتخل في اتفاقية أوزلو في الأثنين وثمانين في تونس عرفات ولا ياسر عرفات كان يبني اتصال بينه وبين حزب العمال الإسرائيلي وأثر ذلك قتيل عصام السرطاوي في البرتغال فكانت السرية حاضرة من البداية أنا أريد أن أفهم منك الجو العام في التوجه الفلسطيني اللي يضطر رياسة العرفات أن يكون الاتصال بشكل سري هل كان فيه تعصب باتجاه معين أننا ما يكون في حوار مع الإسرائيليين طبعاً كان فيه يجب أن تعرف أنه كان الجو المطروح في حركة التحرر الفلسطيني أنه الهدف الفلسطيني تحرير كل فلسطين من النهر إلى البحر وأنه شو بدك تتحاور مع الإسرائيليين إذا كان أنت بدك من النهر إلى البحر والشعار كما قلت كان دولة ديمقراطية للجميع الفلسطينيين واليهود ولكن في نظام ديمقراطي ونظام ديمقراطي بوجود وحق العودة للاجئين هذا يعني أغلبية فلسطينية فبالتالي إجراء اتصالات مع الجانب الإسرائيلي توحي بأن الحديث يدور عن نوع آخر من الاتفاق أو نوع آخر من الهدف ولذلك كانوا يحرصوا على أن تكون هذه الاتصالات سرية في البداية لكن النروج بشكل عام هي دولة يعني قد نقدر نقول أنه صهيونية لسبب أنه لما ننظر إلى أعضاء البرلمان 87 منهم في جمعية أصدقاء إسرائيل في ذلك الحين وكان عندها توجه صهيوني كبير هل تعتقد التفاوض ويكون الجزء الذي من خلاله يتم التفاوض هو جزء صهيوني هذا كان قرار صائب لا هو يعني للدقة عشان نكون دقيقين تاريخيا مش كل نروج كانت هيك يعني فيه تيار في النروج كان يشتغل مع الأمريكان ومنهم تيري رود لارسن اللي هو كان المنظم لعملية الاتصالات الفلسطينية الإسرائيلية وكان يعمل بوحي طبعا من ال كانت إسرائيل عشان يكون واضح للجمهور لماذا إسرائيل دخلت في المفاوضات أصلا مع الفلسطينيين ولماذا قبلت هي رأى ترفض أصلا التفاوض مع الفلسطينيين لماذا اضطرت أن تقبل مش لأنه بس في ضغط أمريكي في سبب أهم الانتفاضة الانتفاضة الفلسطينية الأولى التي كانت انتفاضة شعبية بامتياز ومن أرقى أشكال المقاومة الشعبية لأنه انخرط فيها كل الشعب الفلسطيني كل كل رجال نساء أطفال كبار صغار أغنياء فقراء صارت انتفاضة الشعب بكامله وإحنا كنا نعمل على تشكيل اللجان الشعبية اللي كان عندنا اللجان الطبية اللي أصبحت بعدين اسمها الإغاثة الطبية الفلسطينية كان فيه لجان زراعية كان فيه لجان دعم الاقتصاد كان فيه لجان نسوية كان فيه لجان إعلامية حركة نظمت الشعب الفلسطيني بكل طاقاته بصورة لم يسبق لها مثيل وأدت إلى أنه صارت الثورة في كل فلسطين وصل عدد المعتقلين إلى 120 ألف معتقل من قبل إسرائيل جيل الشباب بكامل وقاموا باعتقاله ولكن الانتفاضة كانت تتصاعد أصبح نشأ وضع جديد تغير فيه ميزان القوى بحيث لم يعد الاحتلال قادر على أن يواصل الاحتلال يعني لم يعد الاحتلال قادر على أن يحكم الناس ولم يعد الناس مستعدون أن يقبلوا بهذا الحكم يعني حثت بمسموه في العلم التاريخ الحالة الثورية الحالة الثورية عندما المقموعون يرفضون أن يستمروا في هذا القمع في تحته والقامعون لا يستطيعوا أن يواصلوا الحكم بهذا الطريقة هذه يسمها حالة الثورية إسرائيل أصبحت عاجزة لم تستطع أن تسيطر لا على الضفة ولا على قطاع غزة ولا على القدس أصبحت الضفة الغربية وغزة والقدس في حالة الثورة وأصبح في دعم لها كبير من الداخل من أراضي الثمانية واربعين وحدث تحول في الرأي العام الدولي لصالح فلسطين وأحد المناظر التي أصبحت مشهورة صورة فيديو التقطه أحد المصحفيين الفلسطينيين لجنود الاحتلال وهم يكسرون أيدي الفلسطينيين بالحجارة في منطقة نابلس في بيتها بلدة بيتها بلد مناضل الصور جيش معتق الجباب والجنود يحملوا حجارة ويكسروا أيدي الفلسطينيين وكان رابين وزير الدفاع الإسرائيلي ووزير جيش الاحتلال أصدر أمر سياسة تكسير العظام أنا في رمالله شفت في شهر أربعة في عام 88 إحنا كنا ندير الإغاثة الطبية ونقدم الخدمات الصحية وفرق الإسعاف الأولي للمصابين والجرحة واعتقل أطبائنا وضعوا في السجن عدد كبير منهم منهم دكتور محمد عبوشي دكتور محمود إبريغيث وآخرين وضعوا في السجن لأنهم كانوا يعالجوا الجرحة دون أن يبلغوا طبعا عنهم وإحنا كنا ننظم العمل الطبي والآخر في شهر أربعة عام 88 أنا أذكر وكان لدينا وافد جاي أمريكي وافد من أطباء من أجل حقوق الإنسان اعتقلوا أكثر من أربعين شاب وكانوا يضعوا أيدي الشباب على الحائط ويضربوهم بالعسي على هذه المنطقة على الكف حتى يكسروا الأربع عظامات العظام اللي هنا أربعين في يوم واحد في مدينة واحدة في رمال ليش هذا لا يمكن أن يكسر هذا العظيم في هذه اليد لا يكسر إلا بالضرب المباشر عليه يعني لا يكسر بوحدث فقط إذا ضرب بشكل مباشر وقاموا بتبعوا سياسة تكسيري الأيدي آلاف الفلسطينيين تعرضوا للضرب والتنكيل وكما قلت 120 ألف اعتقلوا ولم تستطيعوا أن يوقفوا الانتفاضة وتمرد الفلسطينيون على دفع الضرائب وتمردوا على كل الاحتلال الإسرائيلي فأصبحت فلسطين كلها في حالة انتفاضة كان الإسرائيليون يبحثوا عن مخرج عن حل وجاء المخرج بالمفاوضات الجانب الفلسطيني دخل المفاوضات على أمل أن يحصل على دولة مستقلة وإسرائيل دخلت المفاوضات بهدف امتصاص الثورة العارمة التي كانت جارية والتي اسمها الانتفاضة الفلسطينية لذلك ذهابهم للمفاوضات مش بس لأن أميركا قالت لهم لازم تذهب وأميركا ما قالت لهم لازم تذهب ولأنها موحة مؤيدة للفلسطينيين قالت لهم لازم تذهب ولأنها بدها تدافع عن إسرائيل بدها تحمي إسرائيل من نفسها كما يحاول بايدن أن يفعل اليوم ولذلك ذهبوا للمفاوضات وكانت خدعة المفاوضات كانت خدعة تقصد أي واحدة المدريد؟ المدريد كانت بداية جيدة ولكن الإسرار الفلسطيني على وقف الاستطان استضم بحائط إسرائيلي الخدعة الكبرى كانت الذهاب إلى أصله الالتفاف من وراء ظهر الوفد المفاوض والذهاب إلى مفاوضات أسلو اللي كانت برأيي خداع يعني من أكبر الأشكال الخداع اللي مورست ضد الشعب الفلسطيني واللي مضمونها كان ماذا؟ طبعا الناس كانت مع منظمة التحرير ما هو أصلا الشعب الفلسطيني حمى منظمة التحرير في الداخل من التهميش وعندما يعني دعني أعود للوراء قليلا إسرائيل في عام في أواخر السبعينات حاولت أن تنشئ قيادة قيادة فلسطينية عميلة تعمل مع إسرائيل أنشأوا ما سمي بروابط القرى وحاصرناها المناضلون حاصروا روابط القرى وعزلناها وأفشلناها ففشل المشروع لجأ إسحاق لجأ بعد ذلك شمعون بيرس وهو أخبث أخبث من قادة إسرائيل لجأ إلى أسلوب آخر وهو إجراء انتخابات بلدية في الأراضي الضفة الغربية على أمل أن ينتخب الفلسطينيون قيادات جديدة وتصبح هذه القيادات الجديدة بديلة لمنظمة التحرير متعاونة ففوجئ شمعون بيرس بأنه 95% من الذين نجحوا كانوا من مؤيدين منظمة التحرير قيادات وطنية أحد هؤلاء القادة دكتور اسمه أحمد حمز النتشي من الخليل أبعد من الخليل أبعد من فلسطين قبل الانتخابات ببضعة أيام من أجل منعه من أن يفوز ففازت كتلته بالكامل وهزم شخص كان اسمه الجعبري كان يعني مستعد أن يكون يعني أكثر أكثر تعاونا فازت الحركة الوطنية في كل مكان فأحبط المشروع الإسرائيلي لما يعني إسرائيل اضطرت أن تذهب للتفاوض مع منظمة التحرير لأنه شافت أنها مش قادرة توجد قيادة بديلة لمنظمة التحرير لأنه الشعب الفلسطيني في الداخل كان مخلص بالمنظمة طبعا وأكثر المخلصين كان حيدر عبدالشافي والقادة الآخرين بسام الشكعة وكريم خلاف وآخر وكلنا كنا مخلصين للوحدة الوطنية لذلك الدكتور حيدر عبدالشافي شعر بألم شديد جدا وهو أكثر شخصية محترمة ونزيهة في فلسطين أنه من وراء ظهره جرى يعني هو اختاروه لقيادة الوفد الفلسطيني لأنهم يعرفون نزاهته المطلقة في إجماع عليه واستقامته نعم لا يمكن أن يخدع لا يمكن أن يغش لا يمكن أن يعمل من وراء ظهر المنظمة لكن هم عملوا من وراء ظهره فهذا طبعا أشعروا بالمرارة الشديدة بعد ذلك وعلى كل حال اتفاق الذهاب إلى أصله وأدى إلى إنتاج مفاوضات سرية خطيرة فيه كانت ثلاث عيوب أولا أنها سرية والشعب الفلسطيني لم يكن يعرف ما يجري ثانيا أن الذين فاوضوا كانوا جاهلين بمعنى لا يعرفوا حقيقة ما يجري في الأراضي المحتلة وغير كفؤين وكان الوفد الإسرائيلي مسلح طبعا بكل القدرات الممكنة وبينما الجانب الفلسطيني كان برأي لا يملك هذه القدرات ثالثا استعمل الإسرائيليون تكتيق خطير جدا شنو أول شي المعركة كانت تدور على ماذا الإسرائيليون كانوا يرفضوا الاعتراف بمنظمة التحريق صحيب المنظمة تورطت في هذه المفاوضات على أمل أن تكسر هذا الحاجز ويخلوا إسرائيل تعترف بالمنظمة بس إسرائيل شو عملت استخدمت ورقة أن تعترف باعتراف بالمنظمة مقابل شيء كبير اسمه الاعتراف بإسرائيل بس استعملوا أيضا تكتيق تفاوضي هذا يجب أن يكتب عنه يعني في علم التفاوض استعملوا أسلوب خبيث وخطير أول ما أرسلوا ما أرسلوا ناس رسميين من الحكومة الإسرائيلية اللي وفاوضوا الفلسطينيين أرسلوا اتنين من الأكاديميين واحد اسمه هيرشفيلد وواحد اسمه بوندك هم أصدقاء القيادة هم كانوا يعملوا مع شمعون بيريس أجوا وقدموا حالهم لإجراء متى جرى ذلك في شهر ديسمبر عام 1992 أثناء وجود الوفد الرسمي في لندن للمفاوضات حول متعددة الأطراف فتحوا الخط الجانبي مع منظمة التحرير فأرسلت منظمة التحرير مش أكاديميين أرسلت أحمد قريع أبو علاء من قيادة منظمة التحرير وما هو شخص آخر يعني حسن عصفور اسمه اقتصادي يعني الجانب الفلسطيني رسمي والجانب الإسرائيلي أكاديمي صح فتفاوضوا تفاوضوا كانوا طبعا لوحوا للمنظمة أنه سنعترف يعني ممكن يصير اعترافوا وإشي يغروهم يعني وحصلوا على تنازلات كبيرة من الجانب الفلسطيني في هذه المفاوضات بعدين أظن في شهر أربعة شهر أبريل من عام تلاتة وتسعين قالوا لهم إحنا أكاديميين لا نمثل الرأي الرسمي الآن لازم يجي وفد رسمي من إسرائيل يفتفاوض معكم شو التكتيك هذا ما فهمت يعني لش انتصاص تنازلات الحصول على تنازلات واختبار ما هي إمكانيات التنازلات لدى الجانب الفلسطيني وفي نفس الوقت كل ما قدموا الجانب الإسرائيلي كان أكاديمي ليس ملزم طرف يلتزم والآخر لا يلتزم فجابوا أوريسافير اللي هو كان يعمل مع يوسي بيلين في وزارة الخارجية مع شمعون بيريس كان مدير وزارة الخارجية نعم جابوا أوريسافير وبدأ معهم جولة مفاوضات وجولة تنازلات جديدة يعني عصروا الوفد الفلسطيني على الآخر ثم بدأوا عصر جديد في شهر نيسان أظن مع أوريسافير ومن يرافق أعتقد في شهر ستة أو سبعة قالوا للوفد الفلسطيني بعد ما أخذوا كمان تنازلات تنازلات قالوا لهم بس إحنا لا نمثل إلا شمعون بيريس لازم نجيب حدا الآن يمثل إسحاق رابين رئيس الوزراء الإسرائيلي وهي يعني مراحل للعصال طبعا فجابوا محامي إسرائيلي يعمل مع عشر رابين من نيويورك اسمه يوئيل زينيجر وبدأ يوئيل زينيجر عملية عصر ثالثة شفت كيف التكتيك اللي اتبعوه حخير يعني بدأ عملية عصر ثالثة حتى وصلوا لشهر ثمانية واقتربوا من توقيع الاتفاق وأصبح الكل متحمس بالدوزير الاتفاق وتخرج منظم التحرير من العزلة المادية والآخرية وتبنوا وهم حصل شيء أيضا في مريع في موضوع التفاوض في شهر ثمانية حسب معلوماتي وهي كتبها كتبوها اثنين من المؤلفين في كتاب اسمه بالفرنسية اسمه مجانين السلام حطوا التفاصيل هاي يوئيل زينيجر في شهر ثمانية قرر أن يرسل لقيادة منظمة التحرير تمانين سؤال كل سؤال منها ملغوم مثلا هل أنتوا إذا أنشأتوا سلطة فلسطينية في الضفة الغربية أو في الأراضي المحتلة هل ستتكونوا مسؤولين عن المستوطنات تجاوبوا لا يعني طب خلص لما تقول أنت لا أخرجت كل المستوطنات من المعادلة تبقى تحت السيطرة الإسرائيلية وهذا تمهيد بعدين لألف وباوجيم طبعا وبالتالي وبالتالي يعني هذا جزء من التاريخ مهم يعرفوه الشباب الفلسطيني والشباب العربي قال بعدين يوئيل زينيجر في مقابلة في مقابلة أنا فوجئت عندما جاءني ثمانين جواب لكن لم أفاجأ من الأجوبة فوجئت أنه مع الأجوبة الثمانين لم يصلني ولا سؤال من الجانب الفلسطيني ما سأل ولا سؤال على كل حال إن بالنتيجة توقع اتفاق أصله أنا بنت كان في تفاصيل أكتر شوي فيما يخص أنت حتى قلت هذه في وثائقي تكلمت عن هذه الجزءية فكرة أن المفاجأة كانت أن الطرف الثاني لم يسأل ولا سؤال وأيضا اتفاق أنت أيضا قلت اتفاق أوسلو كان أكبر فكرة عبقرية في التاريخ الإسرائيلي لأنه ضمن استمرار الاحتلال دون أن تدفع إسرائيل تكاليف الاحتلال طبعا شنو المقصود؟ المقصود أنه الانتفاضة كانت تكلف إسرائيل تكاليف هائلة تخلصوا من الانتفاضة لأنه وقف الانتفاضة كان جزء من الانتفاق تكلف تخلصوا من ذلك النزيف الذي لم يكنوا يستطيعوا احتماله وأعطوا الفلسطينيين وهم واتفاق أوسلو كان فيه خطايا عديدة أولها ما حذر منه الدكتور حيدر عبد الشافي وهو عدم جواز توقيع أي اتفاق مع إسرائيل دون وقف الاستيطان وافقت المنظمة على توقيع الاتفاق دون وقف الاستيطان النتيجة كان عندنا 121 ألف مستوطن عام 1993 اليوم عندنا 750 ألف مستوطن يعني لم تتوقف عملية الضم والتهويد طب كيف تعمل الاتفاق بدون تضمن تضمن توقف الاستيطان نقطة ثانية كان فيه اعتراف غير متكافئة الفلسطينيون اعترفوا بإسرائيل يعني منظمة التحرير اعترفت بإسرائيل وإسرائيل لم تعترف إلا بالمنظمة مش بدولة فلسطينية اعترفت بالمنظمة كممثل للفلسطينيين ولم تعترف بدولة فلسطينية فهذا كان خطأ ثاني الخطأ الثالث أنه المنظمة قبلت أن توقع اتفاق انتقالي دون تحديد الهدف النهائي كما كان يطالب الوافد الرسمي في مدريد وفي واشنطن احنا كنا نقول قبل ما نحكي بالتفاصيل والمراحل ممكن يصير مراحل ولكن أول من حدد الهدف النهائي انهاء الاحتلال لجميع الأراضي المحتلة وبعد ذلك ندرس وين نوز كيف نصل إلى ذلك عما بدون تحديد الهدف النهائي المنظمة فقدت زمام المبادرة لأنه صار في مرحلة انتقالية لست سنوات بعدها يتم البحث في قضايا الحل النهائي وهي القدس والمستوطنين واللاجئين والحدود والأمن والمياه بعد خلال ست سنوات اللهم اخذوا كل المكتسبات ولكن اللي حصل انه اسرائيل اخذت اتفاق أسلو ووقفت المفاوضات الخطيئة الكبرى الأخرى انه قبلوا في الاتفاق أسلو الثاني قبلوا بتقسيم الضفة الغربية إلى ثلاث أقسام ألف وباوجي وللأسف هذا كان خطيئة أخرى ألف يعني منطقة سيطرة السلطة الفلسطينية وباها هي سيطرة مدنية ولكن الأغلبية الأرض 60% بقية جيم جيم سي يعني تحت السيطرة الإسرائيلية المدنية والأمنية الآن اسرائيل حتى ألف اخذتها بعد الهب الأخير وبالتالي الاتفاق أسلو كان من أكبر الأخطاء التاريخية التي وقعت فيها القيادة الفلسطينية لأنه أعيد وأكرر بني على وهمين الوهم الأول أن الحركة الصهيونية مستعدة لحل وسط مع الفلسطينيين وهي في الواقع لم تكن كذلك والوهم الثاني أن الولايات المتحدة تستطيع أن تكون وسيط نزيه لا هي وسيط ولا هي نزيه بالعكس لما نتنياهو جاء للحكوم من شان يدمر اتفاق أسلو خلصوا من الانتفاضة صار بدهم يدمروا الآن اتفاق أسلو فبدأ كل جهده من أجل تعطيل المفاوضات تأجيل المفاوضات ومنذ عام 2014 لم يحدث أي لقاء تفاوضي فلسطيني إسرائيلي انتهت أي البذرة كلها تمام طيب دكتور الناس تقول أن في البداية هم حطوا شروطهم الواضحة الطرف إسرائيلي قال لا تفاوض حول القدس أو حق العودة لا إشراف للأمم المتحدة أو التحكيم الدولي واستمرار المفاوضات العلنية في واشنطن في المقابل لماذا لم يتكن هناك خطوط حمرة واضحة من قبل منظمة التحرير ومنظمة التحرير محهد يزايد عليها لأنه أصبحت منظمة التحرير واقعة في فخ أنها تريد أن يعترف بها بأي ثمن وتريد أن تحافظ وهنا بدأ يعني لا أريد أن أخوض كثيرا في هذا الأمر لأنه موضوع فلسطيني داخلي يعني بدأت هنا معالم التناقض بين منظمة التحرير الجهاز البيروقراطي ومنظمة التحرير حركة التحرر صارت مصالح الجهاز البيروقراطي الذي يدير المنظمة تتغلب على مصالح طابعها كحركة التحرر وهذا أصبح أسوأ عندما نشأت السلطة الفلسطينية لأن الجهاز البيروقراطي الذي نشأ مع السلطة الفلسطينية استولى على المنظمة وهم مش المنظمة وبدل من تكون السلطة تابعة للمنظمة والمرجعية للمنظمة صارت المنظمة بند صرف صغير في ميزانية السلطة الفلسطينية وصارت الفكرة هي صرف وهذا سبب الأزمة الداخلية الفلسطينية وسبب الإنقسام اللي أدى للإنقسام أول شرخ حدث هو اتفاق أسلو اتفاق أسلو هو الذي خلق الإنقسام الأصلي في الساحة الفلسطينية مع أسلو وضد أسلو نحن حذرنا كثيرا من ذلك الدكتور حيدر عبد الشافي الدكتور إدوارد سعيد الأستاذ إبراهيم الدقاق وأنا كنا ضد أسلو وحذرنا من خطورته وهذا هو أساس نشوء حركة المبادرة الوطنية هاي الأربعة هذول الناس مع خمسمائة شخصية أخرى أسسوا حركة المبادرة على أساس رفض اتفاق أسلو بس أنا أذكر أنه كان عندنا الجرأة في شهر يناير عام ألف وتسعمائة وأربعة وتسعين أن نذهب في وفد ثلاثي كنت فيه أنا والدكتور حيدر عبد الشافي والأستاذ رجاش حادي ذهبنا إلى فنلندا والنرويج والسويد لنقلعهم أنه اتفاق أسلو خطر وسيء تصور الجرأة كانوا ينظروا إلنا كأنه إحنا يعني جايين من القمر أنه كيف جايين ينتقدوا في أسلو اتفاق أسلو بس إحنا كان واجبنا نحذر من هذا الذي سيجري وبالفعل كل ما قلناه طلع صحيح وكل ما حذرنا منه حدث وكل المخاطر التي حذرنا منها حصلت في معايير القانون الدولي دكتور في اتفاقية جينيف أي شعب تحت الاحتلال وتلزمها سلطة الاحتلال بالتوقيع على اتفاقية تمس حقوقه فهي باطلة بطلانا مطلقا طبعا لأنه الهدف المركزي للاتفاقية كان إنهاء الاحتلال لم يحدث ولم يذكر في الاتفاق إنهاء الاحتلال لم يذكر هذا عكس شوف الفرق أنا كتبت مرة مقال اسمه أظن نيلسون مندلة والجبل سايمون قارنت بين المفاوضات الفلسطينية اللي جرت في أوسلو وبين المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية اللي جرت في أوسلو وبين مفاوضات نيلسون مندلة مع نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا لما نظام الفصل العنصري أدرك أنه الانتفاضة الشعبية في جنوب إفريقيا أصبحت هائلة والمقاطعة العالمية أصبحت هائلة صار بده مخرج فأخرجوا نيلسون مندلة من السجن وصاروا يتفاوضوا معه نيلسون مندلة كان يرفض أن يفاوض إلا بالتشاور مع أعضاء مع زملائه مع قيادة المؤتمر الوطني الإفريقي وكان لا يقبل أن يبحث في شيء إلا بالتشاور مع القيادة الجماعية مش راح عمل مفاوضات سرية زي ما عملوا في منظم التحريق عشان يحشد الرأي العام ويكون الكل على بيناه وعشان يكون مش منفرد متفرد في القرار فيش حدا عبقري شخص لحاله بقدر يأخذ قرار عن شعب بكامله شون قدر يبني هذا الموقف ولهذا المكانة أنه يقدر هو ينفرد بهذا القرار لأنه كان رئيس منظمة التحرير لكن كانت مهمشة في مدريد وواشنطن فاهم غسدين عشان إنهاء لعبة إسرائيل كانت تهميش المنظمة من أجل أن تدفع المنظمة ثمن تخلص من التهميش هي تنازلات سيسي شفت كيف تخطيط استراتيجي أنا ليش سميته الجبل سايمون لأنه كان حتى مندلة لما بده يفكر فيما يبحث يخاف يفكر حتى داخل الغرف اللي هو لأنه متوقع يكون في أجهزة التصند صح كان يخرج للخارج ويخاطب الجبل سايمون في جبل اسمه جبل سايمون في تلك المنطقة فكان حريص وياريت إحنا كانت اللي أجروا المفاوضات ياريت كانوا منتبهين لهذه المخاطر في الأربعة وتسعين تأسيس السلطة الفلسطينية دكتور بس لكن هم يقولك في شيء في المقابل شيء واحد جيد حتى يعني نذكر جميع ملامح هذه التفاقية أنا صار في 100 ألف فلسطيني عادوا إلى هذا الإنجاز الرئيسي صحيح أنا أتفق مع ذلك أنه صحيح مش كل شيء سيء وأحد الأشياء المهمة اللي صارت هي أنه عودة الجزء من الفلسطينيين طبعا عدد قليل ولكن مكسب كويس هذا لا يبرر المخاطر الأخرى اللي صارت تأسيس السلطة الفلسطينية في الألف عفوا في 1994 أنا بنتكلم عن بس ونأخذها بإجابة واحدة حتى يعني حفاظا على الوقت بين الأربعة وتسعين والألفين لي كام ديفيد والانتفاضة الثانية شو نقدر نلخص الست سنين سبع سنين هذي في نقطتين مهمتين أنا لازم أقولهم للتاريخ إحنا كنا نعارض لقيادة المنظمة بعد اتفاق أسلو وكنا مختلفين ياسر عرفات لما دخل شارون إلى المسجد الأقصى ونتيجة المماطلات الإسرائيلية المتواصلة والمتكررة أدرك الخطأ في اتفاق أسلو ولذلك يعني سمح ببدء الانتفاضة الثانية هو أشارك فيها عملي وأنا أذكر عندما حوصر الرئيس ياسر عرفات ونحن عملنا صدنا قاربين يعني عندما صارت المنظمة يعني قيادة المنظمة في ساحة النضال الوطني في الانتفاضة الثانية عدنا لنصبح متقاربين نحن كنا معترضين على اتفاق أسلو وكنا نلتقي كثيرا وهو كان يصر أن نكون جزء من القيادة الفلسطينية وأنا قال لي يعني شيء سأقوله للتاريخ مرة كنا لوحدنا جالسين وقال لي كان محاصر طبعا من إسرائيل قال لي أنا يعني أدرك الآن أنه اتفاق أسلو كان فخ نصب لنا نصب لقيادة منظمة التهرير قال كلمة فخ وهو أدرك أنه الخطر الإسرائيلي اللي بيصير عماله هو استخدام اتفاق أسلو لتمرير الضم والتهويد وبالتالي تمرد عليه ودفع حياته ثمنا لذلك مورس ضغط عليه في كام ديفيد في 2000 آه في كام ديفيد في 2000 أرادوا منه أن يوقع اتفاق يتخلى فيه عمليا عن القدس وعن المسجد الأقصى بشكل نهائي طبعا ويتخلى فيه عن حق الفلسطينيين من السيطرة على حدودهم هذا الحل الدائم بالنسبة لهم هذا غير التصفية حق اللاجئين في العودة طبعا بس كانوا بدهم الإسرائيليين أنه سطح المسجد الأقصى للمسلمين وتحت الأرض لليهود هذا اللي كان كلينتون بده إياه ولما وصلت الأمور للقدس والمسجد الأقصى ما استطاع ياسر عرفات أن يقبل سبب فشل كامب ديفيد القدس القدس يمكن كان فيه شوية مرونة في موضوع اللاجئين أنه ممكن ينعمل على مراحل إلى آخره من الجانب الفلسطيني ولكن موضوع القدس كان أصعب من أن يستطيع أن يقبلوا ياسر عرفات تصور المسجد الأقصى في السطح للفلسطينيين وتحت الأرض لليهود ليش ونتعت عشان يحفرون عشان يحفرون بأنه الهيكل هيكل سليمان طبعا وهذه صحيح الرواية مئة بالمئة طبعا أنا هديك اليوم كنت في برنامج تلفزيوني آه مع دويتش فيلي وقال لي تم سيباستيان اللي كان عامل المقابلة قال الإسرائيلية بقوله عرضوا عليكم عرض كذا وكذا 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 وأنتم مقبلتوا قلت له هاي الرواية الإسرائيلية أنت الآن تكرر الرواية الإسرائيلية أنا عندنا رواية مختلفة ولم تكون الدولة ستكون دولة ذات سيادة هاي أهم شيء صحب فلذلك اضطر ياسر عرفات أن يرفض كام ديفيد وبعد ذلك بدأت الانتفاضة وبعد ذلك دخل شارون طبعا بعد فشل كام ديفيد دخل شارون وبعد ذلك سقطت الحكومة الإسرائيلية حكومة إهود براك وجاء شارون وبدأت الانتفاضة وياسر عرفات أصبح محاصر وتعرض للتسميم بالتأكيد تم اغتياله وليس الأمر بحاجة إلى بحث يعني من يقرأ مذكرات بوش ومذكرات شارون يكتشف ماذا جرى لماذا اختار؟ لأنه صاروا يربو أن ياسر عرفات أصبح عقبة عقبة في طريق تمرير المخطط الإسرائيلي وبالتالي كانوا يريدوا قيادة فلسطينية بديلة وأجبر وياسر عرفات على تعيين رئيس وزراء وفي الوقت اللي كان فيه محاصر عملوا اجتماع في شرم الشيخ أظن أو في العقبة كان يشارك في شرم الشيخ والله ما أنا متذكر يا شرم الشيخ يا العقبة كان فيه شارون وكان فيه بوش وكان فيه رئيس الوزراء الفلسطيني كان أبو مازن في حينه وياسر عرفات معزول في المقاطعة المحاصرة محاصرين حرفيا طبعا إحنا أرسلنا عندما حوص رئيس العرفات أول مرة أرسلنا أربعين متطوع أجنبي كنا ننظم حملة الحملة الدولية لحماية الشعب الفلسطيني أرسلنا أربعين متطوع ليشكلوا درع بشر يحوله وعملنا زي عملية عسكرية خدعنا الجيش الإسرائيلي شاغلنا من اليمين واليسار والمجموعة دخلت من الوسط وشارون عمل لجنة التحقيق كيف بدخلوا أربعين واحد أجنبي ويدخلوا للمقاطعة وهي محاصرة بالدبابات طبعا لأنه كان الجيش الإسرائيلي ما هوش أوامر يطلق الرصاص على الأجانب صح وبقوا مع ياسر عرفات أكثر من شهر يشكلوا درع بشر يحاولوا وما هو التبرير الدولي لمحاصرة ياسر عرفات الانتفاضة الثانية فيش تبرير الانتفاضة طبعا صاروا يسموا إرهابي اليوم كل الكلام اللي يقال عن حركة حماس إنها حركة إرهابية كله قيل عن ياسر عرفات وكله قيل من قبل عن منظمة التحرير وكله قيل عن حركة فتح وعن الجبهة الشعبية وعن المنظمات الأخرى بالنسبة الموضوع مش هاي المنظمة أو تلك الموضوع أي مناضل فلسطيني بالنسبة لإسرائيل إرهابي ويريدوا أن يمنعوا حق الفلسطينيين المشروع في القانون الدولي في النضال من أجل حقوقهم مهما كان شكل النضال أنا دائما أقول في محاضرات في الخارج كثيرة إذا ما ناضل الفلسطيني بالسلاح يقول عنه إرهابي وإذا ناضل بالمقاومة الشعبية السلمية يقول عنه عنيف وإذا ناضل بالكلام بس مجرد الكلام يقول عنه محرض وإذا جاء أجنبي تضامن مع الشعب الفلسطيني يقول عنه لا سامي وإذا كان فيه يهودي مثل مثلا قدعون ليفي يؤيد حقوق الشعب الفلسطيني يقول عنه يهودي كاره للنفس هاي ماكنة لتصنيف الناس الذين يناصرون الحق الفلسطيني جاهزة طوال الوقت يستعملوها الإسرائيليون الآن شوف بيحكوا كل شيء أنتي سيميتزم إذا وصلت في ألمانيا الأمر إلى أنه اللي برفع عالم فلسطين بيقولوا عنه أنتي سيميت مضاد معادل السامية كلها ماكنة مصممة من أجل هدفها الرئيسي حرمان الفلسطيني من حقه في النضال ومن أجل حريته ما تعتقد هذا الحين يتغير مع السوشال ميديا؟ طبعا يتغير بفضل إرادة الشعوب بس يستعمل ضدنا هذا التكتيك كل الوقت ونتي قاعد تشوفه بشكل رئيسي يعني حتى في البداية الحوار أنتي قاعد تشارك في منصات بطريقتها تبني مصداقية قبل الحروب وأثار الحروب تستخدم هذه المنصات طبعا طبعا كله شوف في 7 أكتوبر اللي عملته الحكومة الإسرائيلية استعملت تقنيك نزع إنسانية حماس أولا ثم نزع إنسانية كل الفلسطينيين وبعد ذلك تبرير الجرائم الحرب التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني لأنه استعملوا هذه التقنية اللي هي نزع إنسانيتنا لما تنزع إنسانية أي شخص يصبح مشروع قتله صح؟ صح ولذلك أول جملة قالها جالانت وزير الجيش الإسرائيلي أنه الفلسطينيين حيوانات بشرية صح والهدف هو نزع إنسانيتنا شوف النضال الفلسطيني متواصل متراكم إلنا 100 سنة مش 20 سنة ولا 40 سنة ولا 70 سنة الشعب الفلسطيني يناضل من أجل حقوقه منذ 100 عام منذ بدأ الاستيطان اليهودي في فلسطين وهي معركة متواصلة واستخدم الإسرائيليون فيها كل الوقت كل هذه الحجج والدعايات التي يستخدمونها الآن ضد الشعب الفلسطيني بما في ذلك التجسس في قبل 48 في الثلاثينات والأربعينات الحركة الصيونية كان عندها جهاز استخباراتي كان يدرس كل قرية فلسطينية وما هي العائلات اللي هناك وما هي الممتلكات الموجودة وما هي الخلافات العائلية الموجودة بين عائلة وأخرى لاستخدام كل ذلك لإثارة الفتن والنزاعات الداخلية الفلسطينية في 2002 دكتور تأسست حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية التي كنت جزء من تأسيسها ومعك طبعا شخصيات أخرى مثل حيدر عبد الشافي وابراهيم الدقاق وكان أيضا أدورت سعيد أحد مؤسسيها عدل صحيح لكن أدورت سعيد عرفنا أنه كان جزء من هذا التأسيس بعد وفاته قبل وفاته أعلن لكن لماذا كانت كتب عن ذلك لكن كان سري الموضوع الفترة أنه ما كان جزء من مش سري كثير ولكن كان يعني مشارك وكتب كثير من المقالات وأشاد فيها بالمبادرة الوطنية وكان معنا بالتفكير ومعنا في التخطيط ومعنا في كل شيء المبادرة تدعو للتصدي للضغوط الإسرائيلية وتدعم العمل على استمرار الكفاح الوطني بكل أنواعه بكل أشكال نعم حسب القانون الدولي حسب القانون الدولي وهذه الجزئية دكتورة أنا أريد أن نفهمها حتى حقنا إحنا أريد أن نفهم الجزئية هذه نعتقد مهمة جدا حتى نفهم أن الكفاح المسلح في بعض المناطق وفي بعض الأشكال يكون جائز وفق القانون الدولي ماذا يعني القانون الدولي؟ القانون الدولي بالضبط يقول ما يلي من حق أي شعب تحت الاحتلال أن يناضل ضد الاحتلال بكل الوسائل بما في ذلك الكفاح المسلح بشرط أن المناضلين وأشكال الكفاح تحترم القانون الإنساني والقانون الإنساني الدولي ماذا يعني ذلك؟ يعني عدم الاعتداء على المدنيين عدم الاعتداء على الأطفال عدم الاعتداء على الممتلكات المدنية هذا هو القانون الدولي القانون الدولي يشرع الكفاح المسلح طالما يحترم القانون الإنساني الدولي فيعني أن يكون في كفاح مسلح مقاومة هذا المشروع وفي قرارين في دول مجلس الأمن هو قرار 181 وقرار 284 حول حول تقسيم قرار تقسيم هو 181 تقسيم فلسطين إلى دولتين دولة يهودية ودولة عربية فلسطينية واضح وفي قرار مهم اللي 194 اللي هو قرار حق العودة للاجئين الذين هجروا من أرضهم هذا أظن صدر في 49 القرارين هم كانوا شرطين للاعتراف بإسرائيل ولكن بقي الاعتراف بإسرائيل وزال الشرطين الشرطان يعني لكن اعتراف الأمة المتحدة بإسرائيل كان مشروط بتنفيذها لقرار العودة حق العودة للفلسطينيين اللي هو قرار 194 وما زال هذا القرار قائم حق العودة لجميع اللجان الفلسطينيين الذين هجروا من أرضهم عام 1948 وعددهم كان في ذلك الوقت يقترب من 900 ألف إنسان أصبحوا اليوم 7 ملايين لاجئ طيب دكتور وحدود 67 هذه حدود 67 حل مطالبة بحدود 67 صحيح؟ يعني كانت هيك كانت هيك في منظمة التحرير في شعار الدولة المستقلة بس أنا اليوم بشوف أنه الموضوع الفلسطيني يتطلب مش بس مش بس إنهاء الاحتلال أكثر من ذلك هذا نحن كتبناه في برنامج المبادرة الوطنية 2005 البرنامج الجديد الجديد أخر في مؤتمرنا الأخير الذي عقد في 17 كنون الثاني 2023 وبرنامجنا يقول أن الحل هو إنهاء الاحتلال وإسقاط نظام الأبرتايد العنصري بكامله وإزالة طابع الاستعمار الإحلالي الاستيطاني الإسرائيلي بس بال2005 أنت نزلت انتخابات الرئاسية صحيح ورشحني الدكتور حيدر عبد الشافي ورشحني الدكتور حيدر عبد الشافي وحصلت على 20% من الأصوات صحيح لكن عندما ترشحت للرئاسة كان في حراك أمني إسرائيلي ضدك جدا لماذا كان هذا الحراك متواجد ضد دكتور مصطفى البرغوثي وكهل كانت رغبة إسرائيل أنت بعدم الترشيح هل كان أبي أفهم الأجواء العامة التي كنت ماشي فيها هو ترشحه سبعة مش بس واحد يعني مش بس اثنين بس أنا كنت أكثر المرشحين حضوضا يعني بعد أبو مازن والمنافسة الحقيقية كانت بيني وبين أبو مازن والإسرائيليين لم يعني واضح أنهم لا يحبوا لا ترشيحي ولا يحبوا شخصي ولا يحبوا أفكاري فكان من ضمن الأشياء اللي حدثت أنه أنا أصريت في خلال الانتخابات الرئاسية أن أذهب إلى القدس وكان لتصريح ما كان في تصريح ما كان في تصريح أول مرة ما كان في تصريح أنا كيف مرشح رئاسي بدي روح ياخد تصريح أنا بدي أروح على القدس إسرائيل كانت ما يخذي قرار سري بس ما أعلنته أنه منع الدعاية الانتخابية في القدس على عكس ما جرى في انتخابات عام 96 ما قالوا هالشي أنا ذهبت أول مرة للقدس بدون تصريح ومجرد ما دخلت القدس قاموا باعتقالي وصارت مظاهرة شعبية في القدس أنا أذكر في مدخل البلد القديمة عند باب العمود أول ما دخلت شافوا عرفوا أني موجود فجاءوا واعتقلوني فخرج كل أهل البلد القديمة المظاهرة تحته ضد الإسرائيلية وأخذوني إلى مركز التحقيق ومش عارف إيش وكذا وبعدين أبعدوني للضفة الغربي فرجعت كمان مرة فرجوا اعتقلوني كمان مرة في إحدى المرات أرسلوا لي تصريح آه في إحدى المرات كان معي تصريح للذهاب للغزة طبعا ليش تصريح؟ لأنه لازم تمر من إسرائيل بس القدس أنا لا أعتبرها أصلا إسرائيل بديش تصريح بس كان في تصريح أروح على غزة بدك تمر من إسرائيل طب ما هي القدس يعني تقدر تروح عليه فأنا وأنا راجع من غزة رحت على القدس برضو اعتقلوني آخر مرة آه كان جيمي كارتر جاي الرئيس الأمريكي السابق كان هو جاي يعني يرأس وفد الرقابة الدولية على الانتخابات فطلب أن يلتقي به في فندق في القدس اسمه الانتر كونتيننتل فأرسلوا أنا ما طلب تصريح هو أجاب تصريح أرسل لي تصريح أنه ألتقي به فذهبت والتقيت معه وكان في تصريح دخول للقدس صح مش أنا طلبته هو أبعط لي هذا قبل انتخاباته بيوم آه قبل انتخاباته بيومين يمكن فذهبت والتقيت فيه وفي نهاية اللقاء قلت له الآن أنا نذهب للقدس يمكن يعتقلوني فنزلت إلى القدس وأنا معي تصريح وصلت إلى مدخل البلد القديمة كانوا ينتظروني هناك المخابرات الإسرائيلية واعتقلوني بس مش يعتقلوني هاي المرة اختطفوني لأنه ما أخذوني على مركز التحقيق مثل كل مرة إلى مركز البوليس والجيش أخذوني إلى بناية في القدس الغربية في بيسمينت وحشروني هناك أربع ساعات شو نساوه؟ اختطاف لأنه معي تصريح قانونيا ما يقدر يحطني في مركز الشرطة فوضعوني اختطفوني اختطاف ووضعوني في البيسمينت هناك هو استقصاد لكي بشكل واضع طبعا حتى يتم بعدين أبعدوني مرة أخرى لضفوهني بس قبلها في عام 2002 أنا تحديتهم كان جاي وفد أوروبي خلال الانتفاضة في كنون الثاني في 2002 أظن في ثلاثة كنون الثانية أو شي من هذا القبيل فأخذت الوفد الأوروبي أربعة من البرلمان الأوروبي أو ستة ستة من أعضاء البرلمان الأوروبي وعملت مؤتمر صحفي فيه فندق في القدس ضد اللي بتقوم في إسرائيل ما كان معي تصريح طبعا فحاصروا الفندق وما أن خرجت من المؤتمر الصحفي حتى اعتقلوني فذعبوا بي إلى المسكوبية وهناك تحقيق واحتجاز والآخرية ورفض طبعا أنا تعاون معهم يعني كانوا غضبين جدا بعدين ما فيش سر سبب قانوني فأبعدوني إلى الرام ولكن هناك أعطوا أوامر للجنود اللي على الرام أن يعيدوا اعتقالي ويعتدوا علي واعتداء طبعا وضربوني وكسروا ركبتي في ذلك اليوم بس هاي ما كانتش أسوأ حادثي لأنه أسوأ حادثي في الستة وتسعين في عام ستة وتسعين طبعا أنا لا شيء اللي تعرضت له بالنسبة للي تعرضوا للفلسطينيين الشهداء والشرحة والأسرة اللي له في أسير اسمه نائل البرغوتي دخل الآن عامه الرابع والأربعين في سجون الاحتلال أطول أسير في تاريخ القتيل الفلسطيني أو الأخ مروان البرغوتي اللي تجاوز طبعا يمكن إذا جمعنا سنوات أسره بتجاوز ثلاثين سنة أو أسره أو الأخ عبد الله البرغوتي اللي محكوم خمس تلاف واربعمائة سنة محكوم بالسجن خمس تلاف واربعمائة سنة تصور أنت وشهداء لا يعدوا ولا يحصى لذلك هذا لا شيء بالنسبة للآخرين بس هي منهمة ذكر القصة لأنه تظهر طبيعة الجيش الإسرائيلي يعني أنا كنت يومها في 96 أثناء هبت النفق كان في مظاهرة وكنا فيها وبعدين أصيب أحد الأشخاص بالرصاص وكان ينزف في الطابق الخامس فذهبت ندوني أعالجه كنت لابس الرداء الأبيض كطبيب وذهبت لأعالجه وأنا أحاول أن أوقف النزيف رآني القناص وأطلق علي رصاص مرتين فأصبت في يعني لحسن الحظ يعني مرت الرصاص بجانب الرأس يعني ولكن أنا حتى الآن عندي 36 شضية في ظهري من هذا الاعتداء يعني هذا القناصة لا يحاسبه شيرين أبو عقلي قام بقتلها أيضا قناص ومع أنها تحمل الجنسية الأمريكية والإجانة تحقيق وهذا هل عقب جندي واحد؟ إطلاقا لا هل عقب أحد على الجرائم الوحشية التي تجري في غزة؟ طبعا لا طيب دكتور لو نكمل عن الانتخابات في 2005 بعدها صارت الانتخابات التشريعية في 2006 صحيح الانتخابات التشريعية في 2006 خاضوا فيها حماس لكن في 1996 الانتخابات ما خاضوا فيها حماس وحتى كان فيه انتخابات رئاسية في 2005 لم ما خاضوا فيها حماس صحيح ولهنا صارت المشاركة في 2006 شو اللي تغير في 2006 تغير انه صار فيه اقتناع بانه ضرورة المشاركة في الحياة السياسية عند الاخوة في احركة حماس وبالتالي شاركوا في 2006 وكما تعلم حصلوا على الاغلبية في عام 2006 هل كان متوقع الحصول الاغلبية لا كثيرون لم يكونوا يتوقعوا بالتأكيد التداعيات الاغلبية هذه دكتور لماذا كان نظام الانتخابي ليس مثل ما هو اليوم يعني لم يكن تمثيل نسبي كامل كان تمثيل نسبي 50% و50% مناطق ففي المناطق كانت مثلا حماس ترشح اربع اشخاص لاربع مقاعد وفتح ترشح 12 شخص لاربع مقاعد تنافس نفسها وبالتالي حصلت حماس على اغلبية ساحقة في المناطق وعلى 44% من التمثيل النسبي الآن لدينا نظام تمثيل نسبي كامل ولكن كما تعلم حماس شكلت الحكومة الأولى برئاسة الأخ السماعين هنية وحوصرت الحكومة من قبل طبعا إسرائيل والولايات المتحدة وكل الغرب فأنا في حين قررت أن أتوسط بين حركتي فتح وحماس صحيح وفعلا قمت بوساطة مثمرة كنت أفاوض الإخوة في حركة حماس والأخ أبو مازن من ناحية فتح حتى وصلنا إلى اتفاق حكومة الوحيدة الوطنية التي تشكلت في عام 2007 في شهر أذار وكانت حكومة وطنية شاملة يعني شاملة تقريبا جميع القوى التي انتخبت في الانتخابات التشريعية ما عدت الجبهة الشعبية التي لم تشارك ولكن جميع القوى الأخرى شاركت ممن انتخبوا في البرلمان يعني وكنت أنا الناطق الوحيد باسم الشباب باسم الحكومة الوحدة الوطنية ووزير الإعلام أنت وزير فأنت قبلت أنا كنت بسئلك أنت ليش قبلت وزارة الإعلام كانت حكومة سماع الهنية لأنها حكومة وحدة وطنية حكومة تحت مظلة الوحدة الوطنية لأنه لا نستطيع أن نتوسط لتشكيل حكومة وحدة وطنية ولا نكون فيها لينما قبل ذلك وبعد ذلك نحن رفضنا أنه شارك في أي حكومة لا تكون حكومة وحدة وطنية ولكن للأسف رغم الوعود الكثيرة ورغم أنه برنامج حكومة الوحدة الوطنية كان برنامج معتدل واصل الغرب بالحصار علينا وواصلت إسرائيل الحصار وحشرت أموال الضرائب الفلسطيني قرصنتها يعني بمعنى وللأسف بعد 86 يوم انهارت حكومة الوحدة الوطنية لهذا السبب ها؟ ما في لها تمويل ولا لها أي نوع من الحركة؟ ما فيه؟ ما في تمويل ولا أي نوع من الحركة؟ أوقفوا التمويل أوقفوا الدخل السلطة انتهى يعني الدخل الفلسطينية تكون من الآن 90% من الدخل من الضرائب الفلسطينية يدفعوها الفلسطينيون من ضرائبهم و10% مساعدات خارجية المساعدات الخارجية توقفت و70% من 90% هي ضرائب غير مباشرة تجمعها إسرائيل وتأخذ عليها عمولة 3% حسب اتفاق وسلو حشرتها أخذتها كما تفعل الآن بالسلطة الفلسطينية بالمناسبة وبالتالي أصبحت الحكومة بدون أي دخل وطبعا كان في مشاكل داخلية أخرى أدت للأسف إلى انهيار حكومة الوحدة الوطنية وكان هذا خطأ كبير جدا لو بقيت حكومة الوحدة الوطنية لجرت انتخابات أخرى في عام 2010 وانتخابات ثالثة في عام 2014 و2018 لكن للأسف مش بس انهارت حكومة الوحدة الوطنية نشأ نوع من الانقسام فعليا وحرمنا من حقنا الديمقراطي في الانتخابات تاني دكتور أنا بسألك سؤال هو ممكن خلاف فلسطيني فلسطيني وقد يكون خلاف داخلي لكن احنا يهمنا كشعوب عربية ويهمنا حتى قائمين على المنصة هذه وجزء كبير من المشاهدين الأغلب مهتم في هذه القضية مهتمن يكون واعي فيما قاعد يحصل يكون جزء من مناظرة القضية لكن لازم يكون في واعي معين وندرينا في 2007 كان في التفاقية مكة المكرمة بعد 2008 في صنعاء 2009 في القاهرة ودمشق وغيرها من محاولة إصلاح الخلاف الداخلي بين حماس وفتح نبي نعرف لأن في فراغ وما في معلومات فالكل يعبي هذا الفراغ بنوع من المعلومات نحاول أن نحلل هذا الخلاف لكن بوان أنت موجودين اليوم لابن نعرف شنو أبعاد الخلاف هذا دكتور شوف الخلاف الفلسطيني الداخلي والانقسام الداخلي سببه أمرين كلاهما لم يعد قائما السبب الأول أوسلو الخلاف على اتفاق أوسلو والخلاف على النهج الوطني أنصار اتفاق أوسلو ونهج أوسلو يؤمنوا بالمفاوضات وما زال بعضهم يؤمن بالحل الوسط القائم مع الحركة الصهيونية في حين أنه إسرائيل كل يوم تقدم الدليل تلوى الدليل على رفضها لأي فكرة حل الوسط أنا برأيي بعد ما جرى وبعد ما قامت به إسرائيل ونتنياهو شخصيا بتدمير اتفاق أوسلو وتوسيع الاستيطان بحيث أصبح عدد المستوطنين 750 ألف وبعد إعلانه المتواصل أنه لن يسمح بقيام دولة فلسطينية مستقلة سبب الخلاف السياسي زال لأنه اللي براهن على نهج أوسلو ما فيش عنده حد يحكي معه يعني لا يوجد مجال للتفاوض أصلا من 2014 وقت وقف وقت وقتها لذلك من يصر على استمرار نهج أوسلو مخطئ اليوم يجب أن تنشأ وحدة وطنية على برنامج مختلف برنامج كفاحي وطني نضالي لإسقاط الاحتلال والأبرتايد والنظام الفصل العنصري وكل نظام الاستعمار الحلالي الاستيطاني كيف شكلها عمليا ماذا تقصد؟ أقصد أن هذا الأهداف واضحة كيف ممكن يطبق ذلك عمليا أولا لازم يصير الآن بشرح كيف تكون الوحدة الوطنية بس أنا في الأول خليني أشرح ليش الانقسام لم يعد له سبب فالخلاف البرنامجي زال عمليا وإن كان البعض مازال متمسك بأوهام أسلة في السلطة الفلسطينية السبب الثاني للخلاف الصراع على السلطة في الضفة وغزة أيضا السبب هذا زال لأنه لم يعد هناك سلطة إسرائيل أزالت كل سلطة السلطة في الضفة أصبحت سلطة بلا سلطة وتحت الاحتلال وغزة يجري عادة احتلالها كما نرى اليوم لذلك عايش نختلف على البرنامج ما فيه سبب للاختلاف لأنه لا يوجد الآن مجال إلا لبرنامج وطني كفاحي مقاوم وعلى السلطة أصلا لا توجد سلطة لأنه كلها تحت الاحتلال لذلك أنا برأيي لم يعود هناك سبب لاستمرار الانقسام والآن يجب أن يتوحد الجميع في جبهة وطنية موحدة وأقصد بذلك قيادة وطنية موحدة للفلسطينيين يمكن أن تكون منظمة التحرير هي الوعاء لهذه القيادة الوطنية الموحدة بحيث تشمل جميع القوى يعني أن تدخلها حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي وأن لا يعود فيها استفراد بالقرار من أي حزب أو أي طرف يعني يكون قيادة جماعية يشارك فيها الجميع نحن مثلا أعضاء في منظمة التحرير ولكن نعم ولكن لسنا في قيادة المنظمة يعني نحن مهمشين عن قيادة المنظمة الذي يجب أن يحدث قيادة جماعية تضم الجميع وتتفق على رؤية وبرنامج وطني كفاحي مشترك ومناضل ومقاوم ويمكن أن تنبثق عنها حكومة وحدة وطنية مؤقتة في الظرف الحالي حتى نمنع فصل غزة عن الضفة الغربية ونمنع المؤامرة الإسرائيلية لإعادة احتلال غزة وفرض حفنة عملاء يعملوا في تحت الإشراف الاحتلال الإسرائيلي لفصل غزة عن الضفة الغربية وحتى نغلق الطريق أمام الولايات المتحدة وإسرائيل في سياسة فرق تسد أن نظهر وحدة وحدة ولماذا أقول حكومة وحدة وطنية مؤقتة لأنه طبعا في المرحلة الحالية صعب أن تجري انتخابات والحرب دائرة بعد أن تهدأ الأمور وأن ننهي هذا العدوان إن شاء الله وتبدأ عملية إعادة الأمار يمكن بعدها للحكومة المؤقتة في فترة ربما لا تتجاوز سنة أن تدعو للانتخابات ونحقق ما كان يجب أن نفعله في عام 2011 أيها إجراء الانتخابات الحرة الديمقراطية وإعطاء الشعب الفلسطيني الحق في اختيار قيادته بشكل ديمقراطي والناس عندما تنتخب لا تنتخب أشخاص فقط هي تنتخب نهج تنتخب برنامج سياسي أنا برأيي لم يعود هناك برنامج صالح للشعب الفلسطيني إلا برنامج نضالي وطني كفاحي مقاون هل هذا الخطأ والعام داخلي بين القيادات الفلسطينية من شتى الفصائل؟ إحنا طرحنا أنا طرحته أمام قيادة الإخوة في حركة فتح وأمام الأخ أبو مازن وأمام الآخرين هاي رؤيتنا وطرحنا مع الإخوة في حركة حماس ومع الكل وهذا برأينا هو الطريق الصحيح وأعتقد أن هناك نوع من الإجماع من عدد كبير من القوى الفلسطينية على هذه الرؤية الآن أنا ما عادت للانقسامات اللي كانت أسباب للانقسامات ما عادت موجودة يعني ما زال الانقسام موجود لكن الأسباب ما موجودة الأسباب لم تعود موجودة موضوعيا لا يوجد سبب للانقسام الآن لكن في تدخلات خارجية وبعض التدخلات الخارجية تحاول أن تعمق الانقسام في الساحة الفلسطينية وهذا يضر بنا نحن يجب أن نحافظ على استقلالية القرار الوطني الفلسطيني بمعزل عن أي تدخلات خارجية حتى نضمن أن يكون لنا قيادة وطنية موحدة وأنا لا أدري على ماذا الخلاف اليوم الشعب الفلسطيني معرض لخطر هائل نكبة ثانية لم يعد هناك أي مبرر أو سبب لاستمرار خلاف داخلي في حين نحن في معركة معركة حقيقية من معنى الحرف والكلمة تهدد حياة كل فلسطيني مش بس في غزة أيضا في الضف الغربي نكتون أنت شاهدت على الانتفاضة الأولى والثانية وجميع المعارك طرق بين المعركة وهذا من المعارك السابقة هذه أكثر المعارك شراسة من الحركة الصهيونية هذه جريمة إبادة جماعية إسرائيل تنفذ ثلاث جرائم حرب بالتوازي جريمة الإبادة الجماعية وجريمة التطهير العرقي وجريمة العقوبات الجماعية ولذلك ما قامت به إسرائيل لا يوصف ألقت على غزة حتى هذه اللحظة خمسة وستين ألف طن من المتفجرات هذا يزيد عن حجم قنبلتين نجازاكي وهيروشيما النوويتين التي ألقيتها على اليابان في الحرب العالمية الثانية هذا يعني أن إسرائيل ألقت على غزة تمانية وعشرين كيلو جرام من المتفجرات لكل رجل وإمرأة وطفل ولدينا تنين وثلاثين ألف شهيد إذا حسبنا منهم تحت الأنقاض رقم مذهل لم يحدث من قبل وحوالي أربعة وستين ألف جريح يعني تقريبا مائة ألف فلسطيني بين شهيد وجريح في أقل من ثلاث شهور هذا الرقم هائل أكثر من أربعة بالمئة من السكان لو جرى هذا في الولايات المتحدة لكنت تتحدث عن اتناشر مليون شهيئ بقتيل وجريح عدد الشهداء الفلسطينيين اليوم بالنسبة والتناسب يفوق عدد القتل الأمريكيين في حروب الولايات المتحدة جميعها منذ القرن الثامن عشر بما في ذلك الحربين العالميتين الأولى والثانية وحرب فيتنم وحرب العراق شيء مذهل يعني الخسائر اللي أحدثها الإسرائيليون لم تحدث من سابق في هذه الفترة القصيرة في التاريخ البشري أعطيك رقم آخر الدمار اللي سببوه للبيوت والمنازل والمؤسسات سبعين بالمئة من كل البيوت دمرت ألمانيا في الحرب العالمية الثانية دمر فيها في خلال كل سنوات الحرب العالمية الثانية الخمس سنوات لم يدمر سوى عشرة بالمئة من المساكن في غزة في ثلاثة شهور دمروا سبعين بالمئة من المساكن إبادة واضح طبعا كل الجامعات دمرت خمسة وعشرين مستشفى دمرت متين أربعمائة واثنين وعشرين منشأة صحية ودمرت البنية التحتية كلها دمرت إبادة إبادة بالمعنى الحرفي للكلمة والآن بسبب انهيار البنية التحتية بدأت الأوبئة بالانتشار نحن لدينا الآن في الإغاثة الطبية اللي أنا برأس مجلس إدارتها ثلاثين فريق طبي يعملون في داخل قطاع غزة وأنا فخور بهم وفخور بتضحياتهم بعضهم اعتقل وعذب وبعضهم استشهد ولكن يعملون حتى في قلب مدينة غزة رغم الاحتلال اللي موجود بالدبابات ويعالجوا الناس ولكن يقولوا لي أنه في الآن أربعمائة ألف شخص مصابين بأمراض مختلفة حوالي مية وعشر آلاف مصابين بأمراض تنفسية أكثر من مية وعشرين ألف إصابة بالأمراض الجهاز الهضمية بسبب عدم وجود مياه صالحة للشرب أكثر من ألف حالة من وباء التهاب الكبد الوبائي نبتات وخمسين ألف إصابة بالأمراض الجلدية شيء مذهل وقد تبدأ الآن أوبئة بالانتشار بين الأطفال في خمسمائة وسبع حسب تقرير منظمة الغداء العالمي ومنظمة اليونسيف والوكالة الغوث الدولية الآن في غزة خمسمائة وسبعين ألف إنسان في مجاعة يعانون من المجاعة خمسة وعشرين في المية من سكان قطاع غزة تسعة من كل عشرة لا يأكلوا كل يوم خمسين ألف إمرأة حامل لا يجدنا مكانا آمنا ونظيفا ليالدوا فيه 64 ألف إمرأة مرضعة لا تجد حليب ولا تجد فيتامينات ولا تجد ما تسد به رمقها حتى تغذي طفلها نحن نتحدث عن الآن بدأ يموت الأطفال بسبب المجاعة والأمراض المنتشرة لذلك فعلا هذه إبادة جماعية بالقتل بالقصف بالتدمير وبالتجويع وبنشر الأمراض ولذلك كلنا الآن يجب أن نكرس كل طاقتنا من أجل وقف هذا العدوان ووقف هذه الحرب المدمرة حتى نوقض شعبنا من الدمار الجاري كيف يفكر العقل الغربي؟ هو يملك جزء كبير من القوى السياسية كيف يفكر العقل الغربي عندما يعني الشعوب تتغير الشعوب اليوم عدد كبير من الشعوب أصبحت معنا حتى في الولايات المتحدة قاعد تشعر بهذا الشيء دكتور؟ طبعا غالبية جيل الشباب 70% لا يوافقه على سياسة أمريكا في المنطقة جميل وحتى غالبية العزب الديمقراطي ديمقراطي طبعا لكن الشيوخ وأعضاء الكونغرس والحكومة كلها مرتبطة بإسرائيل وتدعم إسرائيل وتدعم استمرار هذه المجزرة اللي جارية ضد الشعب الفلسطيني هناك تناقض بين مواقف الشعوب ومواقف الحكومات لأن الحكومات عندها أجندات استعمارية وإسرائيل نجحت في تجنيد أو تحاول أن تنجح في تجنيد الظواهر الثلاث الأخطر في تاريخ البشرية الحديث العنصرية والإسلاموفوبيا العداء للمسلمين في أوروبا وأمريكا ونظرية تفوق العرق الأبيض صحيح هذا يمكن أن نحس فيها رواية سوبريميسي كل هذا تجند إسرائيل لأن إسرائيل تنفذ الآن في فلسطين نظرية الجوش سوبريميسي نظرية تفوق العرق اليهودي وعادوا لنصوص تلمودية يعني عنصرية حتى العظيم إنه كل من هو ليس يهودي وقويم يعني غريب ومشروع قتل القويم سواء كان فلسطين أو غير فلسطين هاي العقلية الاستعمارية اللي هي فاشية في الواقع ولذلك أنت لديك في إسرائيل وزراء فاشيون يعلنون أنهم فاشيون مثل سموتريتش وبنكفير سموتريتش يقول عندما جاءوا للحكم قبل أكثر من عام في حكومة نتنياهو خرج سموتريتش وقال سنملأ الضفة الغربية هذا قبل حرب غزة سنملأ الضفة الغربية بالمستوطنات والمستوطنين حتى يفقد الفلسطينيون كل أمل لهم بدولة مستقلة وعندها لا يكون أمام الفلسطينيون إلا واحد من ثلاثة خيارات إما الرحيل أي التطهير العرقي أو الخضوع لإسرائيل بشكل كامل أي نظام الأبرتايد العنصرية أو الموت يعني الإبادة الجماعية الذي ينفذونه الآن في قطاع غزة لأنه جوهر يعني مهم أشير لهذه النقطة جوهر أزمة الحركة الصهيونية التي جاءت لتستوطن في إسرائيل على حسابنا عندما أرسل هرتسل ثلاثة حقامات لفلسطين ليفحصوا ما كانش بعرفها هو ما كانش فيها عمروش زارها هل يمكن أن تكون وطن قومي لليهود كما وعده يعني كما جاء في وعد بالفور جاءوا لفلسطين وعدوا له برسالة واضحة أرسلوا له برقية قالوا له فيها العروس جميلة يعني فلسطين جميلة ولكنها متزوجة لأنه في شعب آخر موجود في الشعب الفلسطيني الآن هم ويواجهوا معضلة صحيح أن الحركة الصهيونية استطاعت بالقوة العسكرية وبالدعم الأمريكي والبريطاني أن تستولي على الأرض بالقوة السلاح ولكنها لم تستطع أن تنفذ الشق الثاني من النظرية الصهيونية وهي تهجير كل السكان فأصبح عددنا اليوم بعد تهجير سبعين في المئة منها ومع وجود سبع ملايين لاجئ في خارج فلسطين اليوم نحن كفلسطينيين عددنا على أرض فلسطيني التاريخية أكثر من عدد اليهود الإسرائيلي كيف يحلوا المعضلة بدهم مش حل دولتين وبدهم مش حل دولة واحدة شو ضل الإبادة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي هذا ما تقوم به إسرائيل الآن وهذا ما يجب إفشاله وكسره وتحطيم هذه النظرية نظرية تفوق العرقي اليهودي وتحطيم نظرية السيطرة الإسرائيلية باستعمار استيطاني إحلالي ضد الشعب الفلسطيني كثيرون مننا كثيرون من الناس وتوهموا أن الحركة الصيونية قد تقبل حل وسط الرسالة التي يرسلونها ما في حل وسط في 7 أكتوبر في ناس في اتجاهين في 7 أكتوبر في اتجاه يلوم حماس وليش عملته هيك وهذه يضر في القضية وفي اتجاه ثاني أن هذه مسألة وقت لأن أنت ما تقدر تحكر ناس في سجن وتنتظر منهم حل سلمي بشكل أو بآخر شوف أولا أخطر شيء وأسوأ شيء في الدنيا أن تلوم الضحية صحيح يعني إذا امرأة اغتصبت تلوم المرأة المغتصبة إذا شعب تلوم الشعب الذي تعرض للاحتلال واليوم تمارس ضدنا الإبادة الاجتماعية الجماعية ويلام الفلسطينيون هذا كلام مرفوض عقلية مرفوضة بس غير ذلك لنتذكر ما الذي كان يجري قبل 7 أكتوبر والذي أدى إلى 7 أكتوبر الذي كان يجري اعتداءات بالجملة في الضفة الغربية على الفلسطينيين كان عندنا 240 شهيد قبل أن يبدأ 7 أكتوبر منهم 40 طفل قتلهم المستوطنون وجيش الاحتلال كانت إسرائيل تعتدي في القدس على كل المقدسات الإسلامية والمسيحية كانوا يبصقون على رجال الدين المسيحيين أمام الكنائس وكانوا يعتدون على المسجد الأقصى ليلة نهار وبدأوا في مرحلة تهويد المسجد الأقصى بإقامة صلوات تلمودية داخل المسجد الأقصى وكانوا يمارسوا بالإضافة إلى كل ذلك توسع استيطاني لا مثيل له بصورة غير مسبوقة وفوق ذلك كانت غزة محاصرة إلها من عام 2006 يعني 17 عام جيل كامل جيلين ترى فيش كهرباء إلا 6 ساعات في اليوم فيش 95% من المياه غير صالحة للشرب 80% من الشباب المتعلمين عاطلين عن العمل 70% من سكان قطاع غزة تحت خط الفقير وحصار يتحكم في ما يدخل وما لا يدخل وإسرائيل تحتل غزة بطريقة مختلفة تحاصر كل الممر معابر وتحاصر البحر وتحاصر الجو وتحاصر حتى المجال الكهرومغنطيسي يعني يعني في الضفة فيه 3G في غزة فيش غزة كانت سجن كبير كما قال أحد الكتاب الإسرائيليين إيلان بابي قال هذا كتب كتاب اسمه السجن الأكبر في التاريخ غزة كلها كانت عبارة عن سجن مغلق والناس انفجرت لم تعد تستطيع أن تحتمل هل تلوم شعب على أنه يثور على الظلم؟ هل في التاريخ المكتوب بلوم سبارتاكوس سبارتاكوس على أنه قام بثورة العبيد ضد الإمبراطورية الرومانية؟ هل يلام شعب الجزائر على أنه تمرد على الاستعمار الفرنسي؟ هل يلام شعب الهند اللي احتلتوا بريطانيا 236 سنة على أنه تمرد على الاحتلال البريطاني غاندي وقات ثورة ضد الاستعمار البريطاني؟ لماذا نلام نحن؟ هل يلوم أحد اليوم شعب جنوب إفريقي على أنه تمرد على نظام الأبرتايد العنصري؟ أو شعب فيتنام على أنه تمرد على العدوان الأمريكي وقبله الفرنسي؟ لماذا نلام نحن كفلسطينيين على ثورتنا على احتلال اضطهض إنسانيتنا لأكثر من مائة عام؟ لو أنا بنفكر بس في آفاق المستقبل دكتور والحين لنحن مواضحة بالنسبة لي شنو رأيك في موضوع الحل الدولة ولا الدولتين ولا لم الشمل في البداية أنا بأفهم من حين آفاق المستقبل؟ أنا بدي أول إشي وحدة الفلسطينيين على برنامج واحد مشترك وموحد وإنهاء لانقسام القائم وتوحيد الصف الوطني على برنامج وطني كفاحي مقاوم وبالنسبة لحل الدولتين أنا كتبت مقال في 15 أيار من العام الماضي في الذكرى الـ 75 للنكبة قلت فيه أنه إسرائيل قتلت حل الدولتين والحل هو دولة واحدة ديمقراطية يتساوى فيها الناس في الحقوق والواجبات اليوم إسرائيل لا تريد حل دولتين ولا تريد حل دولة واحدة طبعا لذلك أعود فأقول أنه الحل لن يكون إلا بإنهاء طابع الاستعمار الاستيطاني الإحلالي الإسرائيلي شكرا على قلبلك الدعوة دكتورة شكرا على حضورك شكرا نيرا على الإعداد شوفك إن شاء الله على خير وأهلا وسهلا في بلدك الكويت ونورتنا وشرفنا وأنا ما بقدر أنهي بدون أن أوجه الشكر للشعب الكويتي وللحكومة الكويتية على دعمهم الرائع والمطلق للشعب الفلسطيني في نضاله العادل ووقوفكم إلى جانبنا بكل ما تستطيعون هذا شيء سنذكره إلى الأبد وهذا شيء تاريخي يجب أن يقال بكل وضوح ونحن نقارن مواقف الناس ونقارن مواقف الدول ونفتخر ونعتز بموقف الكويت أقل من قدركم وهذا حق واجب وما في شكر دكتورة شكرا نيرا الله أعزم بكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر